السلام عليكم جميعا يا حبايب يا رب دائما وأبدا تكونوا بألف خير طبعا كنا سابين جزئية متبقية لنا كده دي البسيط كده في الاندوكراين تعال ناخده سريعا واذا كان يا دكتور اكتب عليتي له عطرة اللي هو الجلوكاجون وبين قصين اكتب عكسي مين؟ عكس الانسولين دكتور انت عارف اننا عندي هرمونين بناخدهم في المنج بتاعنا بيطلع من البنكرياس اول هرمون يسمى الانسولين وانتين هرموني اللي احنا كنا سنسمى يسمى جلوكاجون تعال ناخده بسرعة كده مع بعض يا دكتور سأقول لك ان هذا الجلوكاجون كان يطلع من الفة سيل بتاع البنكرياس كان يطلع ايه من الفة سيل بتاع البنكرياس دكتور نعم الجلوكاجون يطلع من اين تاني يطلع ايضا من اول جزء من ال GIT من ال upper part of GIT طب سماني دكتور انا بقولك ان الجلوكاجون ده يتكون من 29 امينوهاسد يبه هو نوع ايه بولي بيبطايد يتكون من كم؟ من 29 امينوهاسد طالما اقل من 100 امينوهاسد يبه هو بروتين ولا بولي بيبطايد يبه هو بولي ايه؟ بولي بيبطايد طب ماشي دكتور نعم اقولك بقى سواد عايز تقولي يا دكتور وجدنا ايضا يا معاني الدكتور المحترم ان انا عندي الهيومان بري برو جلوكاجون ده عبارة عن بولي بيبطايد وجدنا يا دكتور بيفرس برضو من الفة سيل وإن لسيل موجودة في الجزء الاخير من الجيو ايتي تحت الجوجينم وفين وفي البرين ايه ده يا دكتور؟ يعني يا دكتور يا معطرم البرين برو جلوكاجون ده لما يشتغل في البرين عمتا بيأكت على المخ ذات نفسه اقولك ايوه طب ليه؟ انه هيكون هدف وقتها انه يا دكتور يزود النيتريشن او الجلوكوز للمخ ذات نفسه طب ماشي ادي الجلوكاجون خرج الجلوكاجون عنشان يشتغل بص كده يبدو معي الجلوكاجون ده هدف ويعمل ايه؟ اول حاجة في اي هرمون بتكلم عنها كنت بقولك ما هو هدف هذا الهرمون كل يقول ويجاوب معي هدف الجلوكاجون عكس الانسولين يبعايز يعمل ايه في جلوكوز في الدم؟ عايز يزود جلوكوز في الدم اذا هو هايبر هاي؟ غليسيميك هرمون طب لو ميج يشتغل هو هيعمل ايه؟ هشتغل على الليفر او الكبد عشان يمسك الجلوكوجينموط في الليفر او الكبد يوم مكسره رميه في الدم يزود الجلوكوز في الدم فالميكانيزموط في اكشن بتاعه هاولي سيادتك يا دكتور اي دي الليفر او الكبد قدام سيادتك اهو والنعتبر ان دي خلية كبدية مثلا خاص؟ ودي عندك الريسيبتور بتاعه اللي هو عبارة عن جي بروتين قبل ايه؟ جي بروتين قبل دي ريسيبتور بيمسك الجلوكوجون يا دكتور في الريسيبتور بتاعه بروح يحفز جوه بروح يحفز جوه ادينايل سايكليز وطبعا زيقت من حاجات دي لما زود جوه ادنايل سايكليز وباما كده بزود سايكيليكstellung يسمى السايكيليك اي امي بي السايكيليك ايه السايكيليك امي بي ده لما بزيت داخل الليفر او الكبد قلك بيقوم محاول الجليكوجين الى جلوكوز في مجرة الدم يحاول الجليكوز يعني ان الاخر يا ابني الجلوكوجون بروح على الليفر او الكبد يقول له انت كفرق او ككبد مخزن جلايكوجين موجود داخلك حاول الجلايكوجين ده الى جلوكوز يعني بنعمل جلايكوجين نوليسس بنعمل ايه؟ جلايكوجين نوليسس طيب ازاي بيعمل كده الميكانيزم اف اكشن بتاعه الجلوكاجون بيمسك في جاي بروتين قبل الرسيبتور يحفز ادنايل سايكريز يزوي السايكل كيمي بي يكسر جلايكوجين يحاوله الى ايه؟ جلوكوز يعني الدكتور يعني بنعمل جلايكوجين نوليسس الصعب الكلام ده؟ لا دكتور مش صعب طب بقول لك ايه كان منها يا دكتور نعم اسألك بقى سؤال بقول لك ايه بقى وكذلك وجدنا ان الجلوكوجين بيمسك في رسيبتور اخر في النظر رسيبتور ولكن وقتها بيحفز فوسفولايبيسي انزيم ايه ده؟ لما كنت بحفز ادنايل سايكريز كنت بزود السايكل كيمي بي اما الفوسفولايبيسي كان بزود الكاليسيوم ممتازة كنت بزود مين؟ فزود الكاليسيوم يا حيبي بقى اهو انكريز سايتو بلازميك كاليسيوم دكتور ده بيعمل برضه قالك ده بيحفز تكسير مزيدا ومزيدا من الجلوكوجين ايضا ايه ده؟ يعني الجلوكوجون هدف يروح على الكبد او ليفر يقول له تكسير جلوكوز حتى الموت يقول له ايه؟ تكسير جلوكوز حتى الموت يشتغل على نوعين من الرسيبتور سواء جيه بروتين قابل ده رسيبتور او انظر رسيبتور يا دكتور بيشتغل بتوسة كمدري مسنجر اما انه هو يزود اضانات الساكلين يزود الساكل الكيمي بيه واما انه هو يحفز الفوسفولايبيسي فيوم يزود الكاليسيوم داخل الخلية وده برضه بيساعد على تكسير الجلوكوجين الى جلوكوزيجو الكلام ده صعب يا شباب؟ لا مش صعب طب اذا ما هي الفانوكشن او الوظائف بتاعت الجلوكاجون؟ يا دكتور اول ما اقول لك وظائف الجلوكاجون هتقول لي على الكاربوهايدريت ثم البروتين ثم الفاتئ اللي هو على الميتابوليزم بشكل عام تعم بص كده مع بعض على الكاربوهايدريت هو هدفه يعمل ايه؟ هيه يزود جلوكوز في الدم صح؟ قال لك يا دكتور هو هايبرجليسيميك هرومون هو ايه؟ هايبرجليسيميك هرومون طب ماشي بيعمل يا دكتور هقول لسانتك والله معاني الدكتور محترم هدفه ياليفيت البلط جلوكوز ليفل بيزود الجلوكوز في الدم معالك بقى دكتور من كل الارقام دي يبني انه يهمني في المنهج بتاعي انه سيبقى بالغالي هايبرجليسيميك هرومون هدفه يزود الجلوكوز او السكر فهم؟ هدف يزود الجلوكوز او السكر في الدم طب بيعمل كده ازاي؟ بيروح على الليفر يكسر منه الجلوكوجين يعمل الجلوكوجين إرسيل صح؟ ولكن النقط انذا مصل خلي بقى لك الجلوكاجون يبني بيشتغل على الليفر لكن ما يمدش ايده على الجلوكاجون لا يمد ايدك للجليكورجيلي يوجد في الاسف Abu يجب ان تتشتعم، اذا لا عيشة يستعمل BLOCK ايه الجلوكاجون لما بيشتغل على الليفر بيقوله ايه جلوكوز حتى الموت الليفر قصر كل موجود داخله والليفر طلع كمية كبيرة من الجليكوجين ولسه برضو الجلوكاجون عمال يزن وعمال يشتغل فيقوم الليفر او الكابت قاله طب ماشا انا عندي حل كمام اديني مواد غير سكرية زي امينو اسد على سبيل المثال او فاتي اسد اي مواد غير سكرية وانا كليفر اقدر اصنع منها ايه جلوكوز فيما يقرف بجلوكو نيو جينيسيس دي ويقول مع بعضي تاني شغل الجلوكاجون بشكل اساسي بيتم على الليفر او الكابت ويقول له جلوكوز حتى الموت بيشتغل على توري سيبتر سواء زود تور السايكل الكيمي بيه او يحفز فصلة بالسي زود كاليسيوم كل ده هدف يكسر الجليكوجين الى جلوكوز ده برضو مش كفاية يقوم محول مواد غير سكرية الى مواد سكرية يعني يعمل جلوكو نيو جينيسيس يعمل ايه؟ جلوكو نيو جينيسيس في الليفر او الكابت ده بالنسبة للكربوهايدريت سكر حتى الموت طب بالنسبة للبروتين يا دكتور تعالى كان يقول مع بعض يا دكتور نعم هقول لسيادتك بشي هنسى قريم من شوية ان هو بيروح يشتغل على الليفر او الكابت وقول له جلوكوز حتى الموت صح؟ طب وما كانش بيستكفي بشوية الجليكوجين الموجودين في الكابت او الليفر وبالتبعية كنا بناخد الامينو اسد من الدم لدخلها داخل الليفر او الكابت ونصنع منها ايه جلوكوز فيما يعرف بجلوكو نيو جينيسيسيس ولذلك هقول لسيادتك القاتي في انزيمات بتشتغل بيشغلها الجلوكاجون هدفها امينو اسد ابتك امينو اسد ابتك امينو اسد ابتك امينو اسد ابتك يخلي يا دكتوره يا دكتوره الليفر ياخد الامينو اسد عشان يعمل به؟ جلوكو نيو جينيسيسيب اكتب يا ابن او خطلص الكلام ده كله بيقول له ليفر جلوكوز حتى الموت طلع الجلوكوز بكل وسيلة ممكنة بعد كده على ميم؟ على الفترة انهي كونسنترشن في الجلوكوز الجلوكوز بيعمل ليبولوسيز في الأدبوستيشو يعني بيقصر الأدبوستيشو ويطلع مينو دكتور فريفاتي ايه اسد طب ليه يا دكتور باستخدم في فريفاتي اسد اسا سورس اوف انرجي بالنسبة لعضراته وباقي الجسم عامة تب حيلو ولذلك يا دكتور يا محترم قالك الجلوكاجون لما يكون تركيزه عالوي اللي هو بيروح يأكتف انزيم اسمه ايه؟ بص هرمون سينزتيف لايبيز انزيم هرمون ايه؟ ليبيز انزيم هيعمل ايه في الليبت او الفاتسيل ليبوليسيس ويطلع منها فريفاتي اسد في الدم وعندما تزلي فريفاتي اسد في الدم بس اخدمها ايضا كمصدر او كسورس من مصادر الطاقة زي ما انت عارف طب اقولك يا دكتور الجلوكاجون هو كالوريجيونيك اكشن ليه يا دكتور سواني مش هو يبني بيزود الجلوكوز في الدم ولذلك بقى بص بسبب زيادة الدي اومينيشن في الليفر سواني بس انت عارف مين اهم مصنع في الليفر اهم مصنع في الجسم انا اسف الليفر او الكبد الليفر او الكبد يبني على فكرة لو انت مش مديره قيمته ده يشغل اغلب البطل زي ما انت شاف كده فالليفر او الكبد ده يعتبر اهم لمصنع موجود واكبر مصنع موجود في جسمك على الاطلاق فلم يبقى ان هو يعمل يكسر بقى في الجليكوجين مش بس كده و يدي له كمان مصانع تانية شغالها و ماشينز تانية شغالها يحول الامينو اسد الى جلوكوز يبقى اللي فرواتها كأورجن هستغلك طاقة كتير والأولير والميتابوليزم بتاع الجسم يكون وضع ايه زادة ولذلك الميتابوليك ريت بتاع الجسم عمتا بيزداد بسبب الديه امينيشن اف امينو اسد عشان يصدع منها جلوكو نيو جينيسز يبقى انتاج الطاقة في الجسم او كالورجينيك اكشن وضع ايه بيزداد صح انا مش صح صح يا دكتور طب اقولك ايه لو انت اخدت نارجي دوز اوف اكسجو ناسا جلوكاجون انا اخدت جلوكاجون من بره اسألك بقى سؤال فاكرينوا والله الكلام ده قلته زمان في سنة اولى كنا بنقول لما نيجي نبص على القلب او الهارت و جابنا عليه ريسيبتور لجلوكاجون كان قبل القلب او الهارت اذ مطلق لما يشتغل على القلب كان بيزود قوط انكباض القلب يعني بوز ايديه نيو تروبيك ميكانيزم يعني من نقول مع بعض ثانى القلب او الهارت كان عليه ريسيبته الميم للجلوكاجون تقلقي الميم للجلوكاجون حاضر يا دكتور يا تيجي حاضر اهو كيف كويس خلاص يلا لا هي تولعوا انتم وعدين بقى بحد قولي انمس لكيف تاني يلا يا دي مش فاضيين بصك معاي يا دكتور يوم بالقلب يا معالي الدكتور المحترم عليه ريسبتور للجلوكا جول لما يمسك لما يمسك يا صديق العزيز بصك معاي الجلوكا جول في الريسبتور بتوع على القلب ده له بصك انوتروبيك افكت هتجي تقول لي ازاي يا دكتور الميكانيزم نفسه مش عليك أسطا بس يا دكتور ده كان بزود حاجة جوة الكرديك مايوسائي تسمى الساكري الله ينور عليك تسمى الساكري في مي بي فيقوم يخلي قنوات السوديوم تفتح لمدة أطول قنوات أسف الكاليسيوم تفتح لمدة أطول فيدخل كاليسيوم كثير جوة الكرديك مايوسائي والكاليسيوم الزكي هو مفتاح الانكباط واذا زاد الكاليسيوم لان هو مكتوب عامدك هو بيزود السيكريك امي بيعايز يزود ده والسيكريك همي لما بيزيد بيفتح قنوات الكاليسيوم لمدة اطول فيزود الكاليسيوم داخل الكارديك مونسايت فيزود قوة الانكباط طب ايه كامل يا دكتور وجدما ان الجلوكاجون اصلا بيزود اخراج الانسولين واه 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 يا دكتور مش انت يا دكتور اللي سألي اللي تنعكس بعض ميزان لابد له من ان يتزن يا ولدي ليه يا دكتور تعال فاهمك عندي الجلوكاجون ده هدفه يعمل ايه يزود جلوكز في الدم وبي دفول تزيادت جلوكز في الدم بتزود الانسولين يباطر اقول لك الغلوكاجون زود السكر فihinيزود الانسولين يوما الجلوكاجون بكست يبطر خروج ميمو السون وكذلك الجروسيومرون والبانكرياتيك سوماتوستاثين سوماتوستاثين يدي هدفه يقفه lungطر ايه يورمون ريخ اي حاجه طب ازاي يا دكتور اقدر اعمل عملية للغلوكاجون قالك على حسب كcons crowd اول فاكتور عنبك嗯 دكتور نعم هو هتف الجلوكاجون اي trades يسببه comply الم Thet giants نقصان سكر في الدم بتزود خروج الجلوكاجون طب السكر هو زيجة الجلوكاجون هيقل ولكن الهيبرجليسيميا بالدكريز خروج الجلوكاجون الكلام ده صعب يا دكتور الكلام ده فيه مشكلة لا يا دكتور طب سواني بقى بقولك ايه ولذلك نقصاني الجلوكوس في الدم ده ممكن يحصل امتع اسناء السترفيشن المجاعت على فترات طويلة هقول السابتك يا دكتور السيكريشن وقتها بتاع الجلوكاجون بيزيد اسناء السترفيشن اني مفيش مصادر للطاقة في جسمك والجلوكوس في الدم عمل بيقل اللي جامد فهيطلع الجلوكاجون يحاول يعلي السكر في الدم قوي صح انا مش صح صح يا دكتور محترم بقولك ايه يجبلي في الثيرد دي اتايم اوف ماكسيمال جلوكونيوجينيسيز يعني الكلام ده يعني الليفر او الكابت لو انت دخلت في مجاعة مثلا لثلاث اربع ايام خلاص اللي هو يا دكتور يا دوب بتشرب والاكل مفيش خلاص مفيش مصادر للطعام ولذلك يا صديق العزيز اللي يحصل كالتالي اول يوم وتاني يوم الجلوكاجون يزيد قوي يقوم مزود الجلوكوز في الدم عم فرينه هو بيقصر جلايكوجين طب في اليوم التالت ما يمعدش فيه جلايكوجين في الكبد ما بممديش يدع العضلات صح طب خد بس الجايدة فيقوم عامل ايه يقوم واخد امينو اسد عامل منها ايه جلوكوز طب اسمع واذا استمرت المجاعة اضطر قصر جلايكوجين بتاع العضلات واذا استمرت المجاعة اقصر الامل واسد بتاع العضلات ذات نفسه وقصر ايه المصل ذات نفسها فهم قصدي طيب يبا الجلوكونيجينيس بتصل للمكسيمال بتاعها قالك في الثير دي اوف الايه اوف الاسترفيشن دكتور حلو قوي ده كده امتى استرفيشن يعني الجلوكوز في الدم ايه اوليك جدا طب لو حصل العكس يعني العكس يعني حصل هايبرجليسيميا يعني الجلوكوز في الدم زاد ده بيزود حاجة تسمى الجابة والجابة كانت ايه كانت حاجة انهيباتوري صح او مش صح صح يا دكتور بتطلع من البيتا سيل دكتور ان اديشن تول انسولين ده الجلوكوز لو ايه ده لو زاد الجلوكوز طب سواني الجابة بتعمل ايه باقي يا دكتور بتشتغل على الالفا سيل تقوم عاملة انهيباشن للمين انهيباشن للمين يا دكتور بتقل السكريشن اوف الجلوكوجون يبقل معايا تاني دكتور لو مؤمن اطلع انت برا هيبر يعني ايه يعني لو زاد الجلوكوز في لو زاد الجلوكوز في الدم ايه اللي يحصل اقول السادتك اكيد الانسولين هيزيد صح في نفس الوقت الانسولين فيه بزيد بيطلع الجابة من البيتاسلة برضو تروح تانهيبات الاوفا سيل وتقلل خروج الجلوكوجون ان الجلوكوجون ده عايز يزود ميم الجلوكوز والجلوكوز اصلا زادة مش عايز يزوده اكتر من كده انا مش عايز ايه مش عايز زادة اكتر من كده طب ماشا كلام جميل جدا الجلوكوكورتكويد انه هو ميم كورتيزول وجدنا انه هو مهم جدا للجلوكوجون تو اكزيرت الجلوكو جينيك افكت اثناء الفاستنج او الصيام او ريستورفاشن مشو احنا قلنا ان الكورتيزول كان له بعض البرميسيف افكت انه هو بيسهل عمل هرمونات اخرى من ضمنها الجلوكوجون عندك مشكلة صعب الكم ده حتى الان لا لوته مش صعب طب ماشي اثناء الاكتر سايز ايه اللي بيحصل يا دكتور الموضوع بسيط جدا دكتور وانا بلعب الاكتر سايز انا عايز اعمل ايه انا عايز ازود الجلوكوز عمدي فيه في الدم مش بس كده وعايز ازود الفاتي اسد مش الجلوكوجون برضه لما كان بزيد كان بيزود الفاتي اسد ويعمل طب السيطاني انا باستموليت خروج الكلوكوجون طب بسبب ايه زيادة استخدام الجلوكوز صح مش صح والاوتونومك نيرفا السيستم اللي هو السيمبا السيطانيك 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 وقتها بيروح يحفز البانكرياس والبانكرياس وقتها بهم ويطلع الجلوكاجون يا دكتور اثناء شغل السيطانيك في الاكتر سايز السيطانيك ما بيشتغلش في الاكتر سايز بس البيت على البنكرياسو والبيت ادنيرجيك ريسيبتور يامقال الدكتور معترام بتزود السيكريكيم بيه فتزود خروج الجلوكاجون نسيبك من كل الهرية ده بالعقل انا دلوقتي اسمباساتك شغال عندي عايز اعمليف الجلوكوز في الدم عايز ازوده طب عايز ازود الجلوكوز في الدم يبقى خرج ميم؟ جلوكاجون يبقى بيولوجك وبالعقل وبالمنطق حتى لو انت مش مذاكر ياله لو اشتغل سمباساتك يزود جلوكاجون يزود جلوكوز ازود جلوكوز يبقى المعلومة نفسها تعرفها خلي بانك او اقولك بقى ان سمباساتك بيشتغل على البيت ادنيرجيك ريسيبتور الموجود على البنكرياس في قوم يزود جواس السيكريكيم بي وعندما يزود السيكريكيم بي يقوم يحفز خروج الجلوكاجون صعبت لمدة والجلوكاجون يقوم يزود السكر في الدم يعني هايبرجليسيفيك هرمون يساعدك اثناء الاميرجنسي خلفه السناء الكثارسيس لا توجد مشكلة يا دكتور اذا الموجود في البيت او أدينيرجيك ريسيبتور لكنّ لو اشتغل على الالفا 2 يعني هذا الالفا 2 كإنذا انهيباتورا ممتازة كإنهيباتور بانهيبتالجلوكاجون على حسب اذا انهيبتالجلوكاجون اذا انهيبتالجلوكاجون بانهيباتورا اللي هو مين دالوقتي بقى? البرس الإمباساتي. البرس الإمباساتي. وجدنا أن البرس الإمباساتي بإنكريز الكلوكاجون سكريشان. هل تستطيع أن تقول لي؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ مانشوها حافزة الإمباساتي بطاع هاه بصر. استنى بصر. هو أسنق البرس إمباساتيك. الأصل ما أنتك في وضع أمتاخها. صحة ومش صحة. صحة يا دخول. ده صديقه الجهاز الهضم. فعامتا يا صديقه العزيز. لو البراسيمباساتك او هو اللي الشغال عندك. امتعرف ان ده هو اللي بيغزي الصور رقصه هو اللي بيغزي القبل من فبراسيمباساتك. المفوض ان انت تقولي يا دكتور السيمباساتك وجدنا ان هو بيزود الجلوكوجون. هقولك لا مش صح. ده بيزوده او بيقلله. بيزوده او ايه? او بيقلله. على حسب مين اللي موجود? او على حسب كمية الجلوكوس في الدم عاملة ازاي? ما هو ممكن اصلا السيمباساتك يا دكتور هو جاي يشغل يوم ما زود لك الجلوكوس اوي جلوكوجون زاد جدا. فبعد كده يشغل على الفا تو يعمل الانهيبشن ويقلق راجل الجلوكوجون عادي. عمدك مشكلة? طب حلو جدا. طب انت لو جيت يا دكتور اسناء الفيجال استيميوليشن. عمتا يا صديقه العزيز الفيجال استيميوليشن بيشتغل اسناء الرست. ودائما ما كنا بنربط ان اسناء الرست ده هي مرحلة الاكل. لا يا عمي مفيش اكل على سبيل المثال. وانت قاعد مريح. فالجلوكوس نفل عندك في الدم مواطع يا دكتور. طبيعي. عادي. صح ومصح. طب انت يا دكتور يا محترم لو جيت تعمل اي مجهود. او جيت يا معادي دكتور تفكر وانت في حالة الرست. يا دكتور هل الجسم او البرينزة نفسه بس اسمع انا ما اكلتش. يعني ما تقوليش فيجال استيميليشن على الجهاز الهضمي. ما لو فيجال على الجهاز الهضمي يا دكتور اه يزود الجلوكوس في الدم. يعنيني قصدhol لك بمنتهى الوضوح. فيجال استيميليشن اعمل والجلوكوس مش زيادة في الدم. والجلوكوس ايه? لكن لو فيجال اعمل بسبب ان جيتي هو الفتاح وانا لسا اوكل من شوية اشارب عصير والجلوكوس زيادة في الدم هزود جلوكوزون ? لا مواصل زيادة الجلوكوز في الدم. لكن لو فيجال شغال و السكر في الدمي ليس عالي و انا في وضع انا انتخى بس السكر في الدمي ليس عالي ازود خروج الجلوكاجون عادي ليه بقى عشان اوفر الفيول او ايه الوقود بتاع البرين الا وهو مين الجلوكوز طب لما اشتغل يا دكتور يا محترم الجلوكاجون بقى ودي معلومة غاية في الاهمية اسنان براس المستك هل هو بنفس الاكشن زي اسن براستك لا ده يا دكتور بيكون اوبتمال سيكريشن يعني بيطلع كمية كده بسيطة من الجلوكاجون هدفها توفر شوية جلوكوز عشان احفظ على النورمال بلاب جلوكوز حتى اسنان البرس المستك اوريست ده في حالة لو مفيش جلوكوز زيادة في الدم بقى اؤكد تاني طب ايه كمان يا دكتور بعض الجلوكوز هرمونز ولا باكل يا دكتور بقولك ايه نعم دكتور لو انت بتاكل اكلت اكلة فيها بروتين ميل كتير صح او مش صح صح يا دكتور بقولك ايه ليه البروتين ميل الزيادة بتزود خروج الجلوكاجون نقطة من الاول الصوت اللي عارف يجاوا عشان ايه طب اسمعيني بقى طب الشجر ميل تزود جلوكاجون لا انا بقولك بروتين ايه ميل يا دكتور بروتين ميل يعني انت عندك امين واسد كتير فهم ده على فكرة يحفز الجلوس هرمون ويحفز الجلوكاجون طب لما يحفز الجلوكاجون هدف هو يعمل ايه يدخلها داخل اللفرة او الكبت يصنع منها جلوكونيوجينيسيس ويصنع منها سكر او جلوكوز عمتها يترمي في الدم طب ايه كمان عايز تقوله هرمون هرمونات بتطلع ورده من بعض الجزر المجاورة داخل البنجريس ايضا نعم يا دكتور سمات وستطن بيعمل ايه هرمون رخن بانهبة الجلوكاجون الجلوكاجون ده حتى الايان جلوكاجون حتى الايام هل هناك كلام جديد او ان يحكس كل معلمات اللفاتات عم نحكس في الاكشن الانسولين ونحكس في كلام ده فالجلوكاجون ده معالي الدكتور محترم من ضمن الهرمونات ان انت اصلا بتقررها كده سريعا مع نفسك هل تفهمني؟ هل هناك حد عنده فئة استفسار؟ هرمون اخر والله مش عايز اعرفي حاجة سوماتوستاتين الهرمون الرخم ده بيطلع من الدكتور ده بيطلع من الدكتور دكتور هو بيعمل ايه هناك فاكتورز بتزود السيكريشن بتاعه يعني مثلا لو انت اكلت يا دكتور جلوكوز كتير او مانيو اسد كتير او فادي اسد كتير او زيب بعض الهرمونات زي كورسستوكانيم كل الحاجات ده بتحفز السوماتوستاتين السوماتوستاتين ده عمل زي الهرمون الرخم اللي بروح يصبط اي حاجة الشيء لما يمزد عن حده بيقلب ضده ولزلك السوماتوستاتين بيمنع الشيء انه يزد عن حده فبيشتغل معالي الدكتور المحترم انه هو بيأكتلوكاري لو اشطلع واشتغل على البنكراس على سبيل المثال بيينهيبط الانسوليم ويينهيبط الكلوكاجون ويينهيبط الكلوكاجون بيينهيبط اي حاجة بيشتغل عليها دا كنت بسميه زمان يونيفيرسال انهيبطور فاكل الكلام ده اي نعم يا دكتور السوماتوستاتين برضو بيطلع من الجي اي تي صح؟ بيعمل ايه؟ انهيبشل الموتيريتي سواء استومك ديودنام اي حاجة صح او مش صح؟ طيب سويني وانهيبشل السوماتوستاتين بيعمل ايه؟ يونيفيرسال انهيبطور ممكن احزف كل الكلم ده واكتب جنبه صعب كم ده يا ابني؟ في كلمة جيدة؟ لا يا دكتور طيب دكتور بسم الله ريجوريشن اف بلاد جلوكوز ليفل او جلوكوز هوميوستيزيس هل يلزم يا دكتور ان احنا نحافظ على مستوى جلوكوز في الدم ثابت؟ اه جلوكوز في الدم يا دكتور في مستوى طبيعي كنستان تبلاد جلوكوز كنستان تبلاد جلوكوز لو زاد عندي سكر ولو قال خطر على المخة او البرين صح مش صح ولذلك يا صديقه العزيز اقولي السياد تكايم لازم يكون عندي كنستان تبلاد جلوكوز ده مهم ليه يا دكتور لانه هو الوحيد 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 الوقود الوحيد اللي يقدر انه يشتغل عليه هو مين يا ابني؟ هو الجلوكوز ولذلك يا صديقه العزيز مش البرين بس الشبكية الان الريتنا والجير من الابثيليام في الرجل العسابين مثال الغازة الوحيد بتاعها جلوكوز فعندك يا دكتور يا دكتور كل الحاجات الفيتل دي بالنسبة للرجل او الست سواء ريتنا سواء برين سواء الجناز الغازة الوحيد بتاعها هو مين؟ قل معك هو الجلوكوز فهل ينفع ان الجلوكوز دي يقل في الدم؟ لا طب الاولوية المين في الجسم ثلاث حاجات دول الاولوية يا دكتور للبرين ولا الريتنا والجيمنال الامبيسيليام ولا الاولوية للعضلات يعني العضلات لو محتاجة والريتنا والمخ محتاجين قد مين؟ المخ طبعا والريتنا ما تديش العضلات صحة ومش صحة وزيك كان اغلى بالهرومات اللي انت اخدتها كنت بقولك بتطلع اثناء السرس عشان توفر الجلوكوز دي مين؟ للبرين او المخ وكانت بتمنع الجلوكوز في المسلز او العضلات نقول للمسل ايه؟ خودي فاتي اسد حاصل او ما حاصلش؟ حاصل يا دكتور طب ماشي قمد اقدر هامت يا دكتور نعم بقول لي سيتك على الرغم من كده لو زاد الجلوكوز في الدم ده حاجة مش حلوة لان الهيبرجليسينيا معالي الدكتور لها باير له ايضا هارمو في الايه؟ يعني الجلوكوز الاولاي الخطر لان هو بيقل المؤمنة الغذائية للريثنا والجيرما والإنثيليام والبريم وكذلك زيادة الجلوكوز بردو ايه خطر يا معالي الدكتور هو الجلوكوز الطبيئة كم؟ لو هو فصل من جبلات جلوكوز ديفل من 80% من كم؟ قالك والله بعد ما تاكل يا دكتور المحترم في الفلس تأور افتر ميل بعد ما تاكل بساعة سألك بقى سؤال ولكن هناك فدباك سيستم بيكنترول ويتحكم في الجلوكوز ويرجعه تاني بسرعة معالي الدكتور للنورمال الطبيئي بتاعه اللي هو 120 مثلا بعد الاكل انا اكلت اكل دسمة جدا دلوقتي اكلت اكل دسمة ومتشارب بقى عصير بعدها واكلت كونافة نابولسية وخربت الدنيا فالسكر في دم يوصل إلى 150 وصل كم؟ 150 ده يمتقى بعد الاكل بساعة السكر مهول في الدم ده بالنسبة لي كنورمال صح؟ بعدها بساعتين ثلاثة السكر ينزل ليه بقى انه فيدباك سيستم بيشتغل الانستروليم بيزيد الليفر ياخد الباقي ما سيبش السكر ابدا في الدم بالزيادة اكتر من نورمال او الطبيعي ولو السكر فضل في الدم بالزيادة اكتر من نورمال او الطبيعي يبا انا كده دايبته ايه؟ جينك يداخل على ايه؟ على سكر او دايبته اسم الليتس طب ماشي دكتور ما بين الوجبات عمتا واجبنا ايه؟ هقول لك والله يا معالي الدكتور الجلوكوز اسفورمود باي جلوكونيوجينيسيس ده سؤال مهم جدا هيجي واحد يسألني يقول لي طي بيفردان يا دكتور فطرتي مسلا ساعة سبعة الصبح وبتغدى الساعة خمسة خلاص انت بتقول لي يا دكتور السكر عندي في الدم ما نفعش إلا عن مية ومية وعشرين صح؟ اقول لك اه طب انا يا دكتور بقال لي مثلا فيه تمن تسعة ساعات مش هاكل فيهم اهم وانا جسمي محتاج جلوكوزية ده اخد مني يعني والله انت مثلا عايز تكسر شوية ديلايك وشين كسرهم طب احترت شوية جلوكوينيوجينيسيس عمدك لخير كتير بس المهم بالنسبة لي ان الجلوكوز تا جلوكوز ما يزيدش اكتر من الطبيعة في الدم وما يقلش عن الطبيعة في الدم صح انا مش صح؟ يبا انا عبا اعمل جلوكوز هوميو ايه؟ هوميورستيز الصباح الخليا اللي نايم ماشي؟ طب ماشي عظيم جدا يا دكتور طب ولذلك بقى اقول لك حاجة انبتوني الميلز لما ممكن اتكون جلوكوز وعمدريه جلوكوينيو جينيسيسيس واستخدمه في البرين ايه؟ متابوليزم دروجيسي محتاج بسك معي البانكرياس دازنت تسكرت اني انسولين اثناء الوقتي ما بين الوجبات وما البانكرياس دائما افراز بتاع من انسولين بيزيد امتا؟ وانت بتاكل خد بقى المعلوم الجادي وانها في الجا اي تي والاكل لسه موجود يابني في الجا اي تي البانكرياس طلع الانسولين تبريفنت بوست براندي الهايبر جليسيميا رجبا انت بتشاطر في الكرام ده؟ يبا اصلا وانت بتاكل يا صديق العزيز الاكل هو موجود اصلا في الجا اي تي لو الاكل ده بيحتوى على سكر كتير بيروح يبني معلومة للبانكرياس ويقولوا الاكل في شجر او سكر بزيادة فهو البانكرياس مطلع ايه؟ انسولين في الدم عامل حسابه عشان اول ما السكر الزيادة ييجي ما زودش السكر في الدم وبريفنت بوست براندي الهايبر جليسيميا هو زيادة الجلوكوز في الدم بعد الاكل يا دكتور او بعد الوجبات صحب الكرام ده؟ طب انبتوني الوجبات لا انسولين ما بزيتش صح او مش صح تؤلو سمول سبلايز او الجلوكوز انها تذهب للبريل يا معاني الدكتور المحترم ونوت يوتاليز البيضى مصل لان اخلي يا دكتور المستوى الطبيعي من الجلوكوز ده في الدم يروح فقط للمخة او البريل وما يستخدمش عن طريق مين؟ المصل او البريفرال تشو الجلوكوز ده بتاع مين؟ بتاع البريل صح؟ طب اما اسناء السترفيشن احنا قلنا يا دكتور الجلوكوجينيك فان وشان بتاعت الليفر بتبدأ تشتغل وتكسر جلوكوز ونطلع منه جلوكوز وبعد شوية خرس الجلوكوز اعمل جلوكونيو جلوكوز واخد امير اصل احاول وليه جلوكوز صح ومش صح انا بحاول اعمل ايه يا دكتور؟ بحاول ان احافظ شوية على مستوى البلاد جلوكوز ليفل وبدل الكسر الجوت اللي نعمل ده طب واذا استمرت المجاعة الاربع خمس ايام لا ببدأ اكسر المصل جلوكوجين واذا استمرت اكثر هكسر البروتين جلوكوجين هكسر البروتين اللي موجود في المصل او العضرات ولا ذلك اصنع البروتين لما تشوف مثلا كان فيه مجاعة في الصمال من الفترة لو انتو حضرتوها او شفتوها كنت تلاقي الاطفال يا دكتور ايه؟ ما عندوش مصر خالص صح؟ جلده على عضمه حرفيا لاني من قدتل البروتين او المجاعة ايه اللي حاصل؟ المصل النفسات خسار؟ صعب الكلمدة؟ لا مش صعب دكتور نعم نعمل كنترول للميكانيزم ازاي بقى بيقدر الجسم ككل يعمل كنترول عشان يتحكم في مستوى السكر او الجلوكوس في الدم اول حاجة جلوكوستاتيك فانو اقشان بتاعت الليفر لا يجوز باي حال من الاحوال ان انا اتكلم عن ثابات مستوى الجلوكوس في الدم ما اجيبش ستر الليفر ده اهم ورجان حتى الام صح؟ له ايه؟ جلوكوستاتيك كلمة استات معناها ثابات وجلوكو اللي هي مين؟ جلوكوس اي ان الليفر او الكابيد يساعد على ثابات مستوى مين؟ السكر في الدم طب اقولك ايه؟ يا دكتور افطر اميل اسف جلوكوز كتير فالبلاد جلوكوز بيبدأ يزاد صح انا مش صح؟ الجلوكوز لما بيزداد بيزداد خروج الانسولين صح انا مش صح؟ سواني بس يا دكتور اولسو بيزود تلتين من الجلوكوز اللي تم امتصاصه من الجي اي تي قالك بيتخزن في الليفر او الكابيد كانت لايكوش يعني ايه؟ يعني وانت يا معاني الدكتور المحترم بتاكل اكلت كمية كبيرة جدا من السكر او الجلوكوز تلتين الكمية اللي انت اكلتها في الحال طوالما جات من الضط او من الجي اي تي وامتصت في الدم تلتينها في الحال يقوم الليفر واخدها مخزنها اس ادلايكوشين صحب الكرام ده؟ طب في البوست ابزوربت بعد بقى ما امتصرت الاكل وحافظت على مستوى السكر او الجلوكوز في الدم ثابت اللي هو الدكتور اللي بيحصل يعني بعدها بعدة ساعات يعني البراد جلوكوز ديفل بينزل تاني والليفر نفسه بيبدأ ان هو يطلع الجلوكوز للدم يعني ايه انت هتزود الجلوكوز في الدم؟ لو والله انا هسحب الجلوكوز من الدم ده وحافظ على مستوى ايه؟ وحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم ايه؟ ثابت اقف شوية عندك خلاص صعب الكلام ده يا ابني؟ لا مش صعب خلاص عشان انا حتى بعد كده لو احتاجت شوية جلوكوز عادي اديلك حبة حبة لكن ما زودش مستوى الجلوكوز في الدم مرة واحدة ولا امتخص من مستوى الجلوكوز في الدم ده كده يا دكتور ايه الليفر او الكابت طب هرمون يا الميكانزم يا دكتور من الهرموات اللي احنا اخدناها بتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم الانسلين والجلوكاجون بيشتاكلوا معاني الدكتور كافية باك كنترول سيستم عشان يمينتين ويحافظ على النورمال بلات جلوكوز ليفل طب سواني الهايبرجليسيميا زياد الجلوكوز بتحافز انسلين يقوم منازل الجلوكوز 2 النورمال او الطبيعي والعكس صحيح هايبرجليسيميا بيحافز بلوكاجون يقوم مزوج مين الجلوكوز في الدم الثاني للنورمال او الطبيعي طب انظر النورمال كوندشن او ريستنج كوندشن ايه اللي بيحصل الانسلين في تباك ميكانيزم يمر امبورطن اكتر من الجلوكاجون ان في النورمال او الطبيعي وانتقاد بانت خل جسمك متعود على السترفيشن لا جسمك متعود للأغطور وانت اصلا في وضع اضراحة او الطبيعي ان انت بتاكل صح تب بتاكل ويتمانس حتك الطبقية ده في normal condition فالجسم متقود انه هو يطلع انسولين ياخد سكر يقلله في الدم ده الطبيعي اللي جسمك متعود عليه وايكنا خليبك من حاجة بقى الجلوكاجون فيدبك ميكانيزم بارتيكولي فاريابول أثناء ميم الاسطرفيشن هل جسمك متقود على الاسطرفيشن؟ نا جسمك غالبا يعني في البشر او اغلب البشر الحمدله مش متعودين على الاسطرفيشن بيشتغل السمباساتيك فيقوم يزود يا دكتور مين؟ الجلوكاجون ولما يشتغل السمباساتيك كان بيضار برضو برح يحفز الادرين المضالة يطلع منها ابنفرين ونور ايه؟ ابنفرين بقولك ايه؟ الابنفرين لما بيطلع يا دكتور نعم هو اصلا وانا برحب اكسرسايز في البداية العضلات والجسم بيحرق جروكوس كتير فالجروكوس في الدم بيقل مرة واحدة فيحصل سفير هايبو جليسيميا بيطلع تحفز الهايبو سلمس بشكل مباشر وتستمرت خروج مين؟ العصر بتاع السمباساتيك للادرين المضالة يطلع ابنفر ونور ابنفر ان يشعل له السمباساتيك يزوده مين بقى؟ الجلوكوز بروداكشن عن طريق الليفر عن طريق جلايكوجيناليسيز اكسر جلايكوجين وطلع جلوكوز مش بس كده وقل الاستهلاك الجلوكوز ده بالبريفرال تشو والمسلز صح ايه؟ صح يا دكتور عشان نوفره المين للمخ او البرين طب المصل اذا عايزه مفيش مشكلة اعمل لايبولوسوس ووفر الله فريفة اسد عشان نستخدمها كمصدر مصادر ايه؟ الطاقة صعب الكلام ده؟ لا مش صعب الكلام ده تبطينا حاجه الجروس هرمون والكورتيزول جروس هرمون وايه؟ وكورتيزول دكتور برولونجد هايبو جليسيميا لعدة سعاب الهجو اسناء الاسترس عامة ده بيعد ليه؟ الجروس هرمون بيطلع حد فاكر الجروس هرمون كان بيطلع يعمل ليه في جلوكوس في الدم؟ ماذا احنا قلنا من ضمن وسائل خروج الجروس هرمون وزالة الاسترس؟ يا ابني انا بقولش كلام جديد انا ممكن اقولك سي بي فور سي بي فور وروح روح عادي او تعالى ندخل في الشطر اللي بعدين انت كده مشتوح لك الجروس هرمون بالتفصيل صح امش صح؟ فساعدني كده اجاوب معاي الجروس هرمون بيطلع اسناء الاسترس يا دكتور كان بيزود الجروكوس في الدم يعني كان بيعمل ليكولجينولوسيز وكان كيتو جينيسيز امعي الدكتور طب سواني بقى وكان كمان الجروس هرمون لما يشتغل كان بيمنع الجروكوس قطيق بايدة مصل لانه كان بيانهبت الريسيبتور ويقل العدد الانسولين ريسيبتور خلينا اسمي ما عافش يشتغل طب فاقرك سؤال هو الانسولين بسبب الجروس هرمون بيزاد ولا بيقل؟ بيزاد بيزاد مش يا دكتور الجروس هرمون بيزود السكر فكده كده بيزاد الانسولين بس ما عافش يشتغل على الجروكوس طب كان مهم الايه؟ للابطيق اف الامانو اسد لان الجروس هرمون كان انابولك على البروتين يا لهوي يا حزني حتى الكراش كورسي مش نفع العشن في الكابسولة صح؟ ماشا هتنزلوكم الاول نهاردة بدلع فكرة ان شاء الله يعني مهر مواطعين طيب الله المستعان طب اقول لك يا دكتور ده كده بالنسبة مين لجروس هرمون؟ طب الكورتزول انتعارف برضو الكورتزول انتعارف برضو الكورتزول كان بيطلع اسناء السترس صح؟ كان بيعمل جلوكنيجينسيز وليبولوسيز وكده جينسيز برضو بس كان بيعمل ايه؟ كان بيقلل الافينة بتاعت الانسولين للريسيبتور بتاعه فالانسولين ما اعرفش يدخل الجلوكوز داخل المسلز وبالتبعيه بقلل الجلوكوز عشان في حالات الاسترس بيخرج الجلوكاجون وكذلك الجلوكوز هرمون ازود الجلوكوز في الدم من اجل الماسترولة وهو المخ او البريم طب عندك بعد كده حاجه اسمي جلوكاجون لايك بيبطايد حاجه اسميه؟ جلوكاجون لايك بيبطايد يا دكتور ده بيعملي بقى ده عبارة عن 30 امينو اسد صح؟ دكتور يبقى ده عبارة عن بولي ايه؟ عن بولي بيبطايد على فكرة ده بيطلع معاني الدكتور من انتستاينال ابثيليال اندوكراين اللي سيل صح؟ طب اسمع ده بيطلع دكتور منين بقى؟ من الجوعات ايه عمتا؟ خلايا تسمي اللي سيل هدفه يعمل ايه؟ انت اول ما تاكل قلوكاجون لايك بيبطايد طيب وانده بيبدأ يطلع طب هو الاكشن بتاعه ايه؟ قالك والله هو ده الاشارة اللي بتروح تعرف بقى الجسم ان فيه اكل نازل في الجهاز الهضمي يعني ده بروح يحفز الانسولين صح؟ يقول له فيه سكر كتير جاي في الطريق عشان اعمل ايه دكتور ده بيشتغل كانكريتين هرمون فاكين يعني ايه انكريتين هرمون؟ اه ده كانت في الج اي تي يعني ايه؟ يعني روح يبلغ هه؟ البانكرياس ان فيه سكر كتير جاي في الجهاز الهضمي فالبانكرياس يقوم طلع انسولين مستعد لدخول السكر للدم تبريفنت بوست براندي الهايبر جلاسيميا والميكريزم ايه كان اسمه انكريتين ايه؟ انكريتين هرمون طيب سوينك سكر كتير والحمد لله جلوكاجون لايك بفاية طايب وان راح اقل للبانكرياس فالبانكرياس طلع انسولين طيب الجلوكاجون اللي بزود الجلوكوز هو نناقص ده العمد جلوكوز كتير جاي في الطريق فانهبت مهم الجلوكاجون وبالتابعية بلمة البوست براندي الهايبر صعب الكم ده يا دكتور في مشكلة حتى الامن مش بس كده ده الجلوكاجون لك بطاية طيب وان ده وانت بقى ايه عملت بلع بقى قطايف وقنافة في عمر الدين في طمر ها انت خاربها فيقول للجهاز الهضم ايه ده انا بلغت البانكرياس والبانكرياس صلى على انسولين وعليت الجلوكاجون وانت عملتها يا كل طب بص هديلي بقى الشجوعتي يعني قلل لي معدل الهضم والانتصاص مش انت مصمم فناخد منك شوية شوية حبة حبة تزيد محبة ولذلك بيينهبت الموتيلة بتاعت الجو اي تي والسكرشنز بتاعته صح نو مش صح عشان يقلل الانتصاص فما اخدش سكر كتير مرة واحدة ولذلك اقدر اقول لك يا دكتور انه هو بيتحاكي في مصاوة السكر في الدم اه اقدر اقول انه بيعمل كده ايه كمان بيعملو الريجوليتر للأبطايت والفوت انت انت لوكالتي بالزيادة على فكرة واجدناها بيطلع من الجهاز الهضمي يروح اشتغل الهايب وصلا بس على فتنجلس انتر يقول له كيف هي اكل انا اشبعت صعب الكرام ده؟ طيب اسمع الدكتور قال قل الله يجون لايك ببايت طيب وان يمعليه دكتور المحترم لهو ريسبتور ريسبتور ده على فكرة قالك ممكن استخدام له ريسبتور اجونست يعني ايه حاجة بتشغل ريسبتور بتاعه هستخدامه دكتور في طيب 2 ديابيتس يعني طيب 2 ديابيتس السكر صح؟ يا دكتور ايه المشكلة عندك؟ المشكلة عندك ان انا عايز اقلل السكر في الدم؟ ده اللي هو بيعمله صح او مش صح؟ بينهبة الجلوكوز ويحفز شوية انسولين مش بس كده ويقلل الموترنت بتاعت الجوعتي انت كل مشكلتك في طيب 2 ديابيتس مليتس ان البنكرياس تعبان فاني مش عايز السكر كتير يجي في الدم عشان انسولين ما بقدرش يطلع قوي صح او مش صح؟ فانا اقوم محافز الجلوكوز الجلوكوز ببطاية طيب 1 فهيعمل ايه؟ هيحاول يزود لك شوية الانسولين اللي بقيه وينهبت الجلوكوز ويقلل الموترنت بتاعت الجوايتية فمستوى السكر في الدم شوية يقل يا دكتور صح صح او مش صح؟ صح يا دكتور المحترم الجلوكوز ببطاية طيب 1 قال لك بعد ما يخلص شغله قال لك ان اكتيفيتد ويحصل معالي الدكتور المحترم ماشي وبعد كده زي وزي اي مادة في الجسم بعد ما بتشتغل بتبقى ان هي تتكسر وتتريمي عادي جدا طب اقول لك ايه دكتور نعم واجبنا معالي الدكتور المحترم بس كم ام اكسجريتد ام اكسجريتد ام اكسجريتد مش فهم الكلام ده يعني ايه؟ يعني لو قلل الفراس بتاعه مش هاشبع فادخل فيه في وبستي ما هو لو بتاعه مش ده كان بخين اوقف اكل صح؟ طب لو قلل هدخل في وبستي طب لو زاد هيقلل الجلوكوز اوي فيعمل ايه؟ بص برندر اكتيف هايبو الجليسيميا صعب يا ابن الكلام ده؟ كده خلص يا ايه ده؟ ده في شوية كمان؟ مكنت شايفهم والله يا ماشي يلا اخر حتة رقم سابع دكتور الجلوكوز ديبنت انسرينوتروبيج ببطاية جي اي بي اخدنا فهم؟ في الجلوكوز ديبنت انسرينوتروبيج ببطاية ده كمان بي اخدنا لديه دقتور ده كان بيطلع من الكي سيلي معين دكتور المحترم بيخلي ديبين حقا في ديودانام والى مركبة بيطلع من الابر جي ايه معني دكتور المحترم صح؟ هلاك من الحقا الابر جي ايه ديودانام اول جزء من ديودانام صح صحي دكتور. ولكن يا معاني الدكتور المحترم وجدنا انه ايضا ممكن ينتشر استروق او تلسلون الانتسلم بشكل عام. طب انت عايز تعمل يعني. هقولك اول ما تبدأ تاكل أورال انجشن. الاكل هو لسه موض في بققك يا معاني الدكتور. بتبدأ يا معاني الدكتور المحترم عملية الانتصاص انها ايه تحصل لبعض الانتصاص زي الجلوكوز. بص هضم وانتصاص السكرات بيبدأ من الفم على فكرة. واذاك انت لو حطيت حجبة سكر تحت بققك تحت لسانك هنا بيمتص من هنا او بيمتص من هنا. واذاك لو واحد عمده هيبو جلاسيميا ومرمي في الارض مغمى عليه بنحط له سكر تحت لسانه شوية او حاجة مسكره تحت ايه تحت لسانه. طب اقولك يا دكتور نعم عايز يعني. زي الجلوكوز بيمتص بسرعة. والهاي امامونت وفي الامانو اسد. واللونج تشين فاتي اسد. تريجل سيكريشن وفي الجيو اي بي. صح؟ حلوة جدا. دكتور نعم بيعمله يعني. لما يطلع الجيو اي بشكل كبير جدا يمعاني الدكتور مهترم. يقولك الكيسل بتحس بوجود الجلوكوز. عم طريق حاجة اسمها سوديوم قابلت جلوكوز ترانسبورتر. اللي هو اسجلوت طيب 1. فكل اسجلوت والجلوت. طيب انا دلوقتي كجيو اي تيم. لما يكون عندي اسجلوت وجلوت كتير. يبقى انا عمال ياخد ايه من اليومن. جلوكوز كتير. فهي تبدأ ان هي ككيسل موجودة جنب اسجلوت طيب 1 ده. عمال ياخد جلوكوز كتير جلوكوز كتير. فتفهم ان الجلوكوز اللي هو رايح للدم ده كتير قوي. فتقوم عاملة ايه؟ مطلعها الجيو اي بي. الجيو اي بي هدفه يعمل ايه؟ انه يهدي جلوكوز في الدم شوية. طيب الاكشن بتاعه. قالك والله يا دكتور هو يعتبر انهيبتر على الاسجلوت. وبريفنتي خروج من بوتان تستيملوت لمين. للانسولين ليش هو هدفه. انه ما يحس ان الجلوكوز زيادة يقوم مقلله في الدم شوية. طب هو بيحس ازاي كان موجود جنب اسجلوت. فلا اسجلوت عمال ياخد جلوكوز كتير. طيب ما عامل ايه؟ طالع جريم مخبي بيرزع على البنكرياس. عشان من كهاز يجيب اخره ويطلع منهم الانسولين. والانسولين ده يا دكتور بيعملي بقى بستيميل او بعد الواجبة بيقوم يقلل الجلوكوز في الدم مرة اخرى شوية. الفنومة ده معاني الدكتور المحترم للهائر انسولين سيكريشن رسبونس تو اورالي جلوكوز ار كومبيرد تو الانترافينيس جلوكوز. يعني انا اعز اقولك ده الوقت بقى. بسك معي. دكتور انهي ممكن يزود الانسولين اكتر. لو انحقامتك في الانترافينيس جلوكوز ولا تخطو يا دكتور اورالي. اورالي طبعا. انه اورالي طبعا هو اللي كان بيحافز الجو اي بي. وهو اللي كان بيزود بعض الاشرارات الزيادة على البنكرياس. فبالتبعيه يزود خروج الانسولين من البنكرياس اكتر واكتر من المعاني الدكتور المحترم. صح؟ وده برضو يعتبر انكريتين افكت صح؟ مش هو دكتور زاد الجلوكوز. فعما زاد الانسولين عشان اقل الجلوكوز تاني فده يعتبر برضو ايه انكريتين ايه انكريتين افكت. طب ماشي. اعز اقولي تاني يا دكتور. اعز اقولي سيدك ال جي اي بي عمتا يعتبر مستيبوتنت هاه انكريتين هورمون. لانه هو بيقلل من جامد في الدم. الجلوكوز بعد ما كان زيادا لانه هو بيحافز الانسولين. ماشي؟ بوسك معي. بسيادا لانه هو بيبطاية طيب 1. مش بيقول ليك بيبطاية طيب 1. ده كان برضو بحاول ان هو يقلل الجلوكوز تاني. اوه طب ماشي. دكتور هدفهم يعمل له ايه بقى مسؤولين لحد 70% من بست براندا الانسولين رسبونس. يعني 70% من الاستجابة بتاعت الانسولين بعد الاكل. عشان يقلل الجلوكوز تاني المسؤول عم نهية معالي دكتور الجي اي بي. والجي إللي بي طايب ون اللي هو جلوكاجون لايك ببطاية طايب ون وبالتبعية معالي الدكتور واجبنا ان احنا حاليا عملنا بعض الادوية او الميديكيشن زعمدا اللي بتحتوي لتنين مع بعض الجي إللي بي طايب ون والجي او بي معالي الدكتور ويزلك نقدر نستخدمهم في علاج الديابيتس يقللوا مين في الدم مقاوي السكر وكذلك الدكتور يستخدم لي علاج مين الوبستي على فكرة يقللوا مين في الدم ويقللوا مين في الدم فيمنعوا حدوث الوبستي شوية طب ماشي دكتور بعد كده فكتور ذات بريد سبوز دايابيتس ميليتوس ما هي الأشياء اللي اقدر اعتمد عليها واقول ان العيام ده ممكن يجري سكر قدام هقول لستك والله طايب طو دايابيتس ميليتوس لان ما بتكلم عنه طايب ون هو العيه المولودة عند السكر هذا ما ليش فيه بقى لكبه تكلم دلوقتي على طايب طو دايابيتس ميليتوس قد يكون له عوامل جيناتك يعني انعي لها كلها الاب والام والجد كلهم عندهم سكر فغالبا الابن الجدي عنده سكر صح؟ طب ماشي ليه المشكلة؟ قد تكون مشكلة جينية في تصنيع الانسلين نفسه الانسلين بتصنع ولكن بشكل خاطئ ما عرفش يشتغل صح؟ اول مشكلة في الريسيبتور الانسلين بتصنع سريم بس الريسيبتور فيه مشكلة اول مشكلة في الانسل ريسيبتور صاب استيريت او في الجلوت فور او جلوكو قينز اللي بحرق منه الجلوكوز صح ومش صح؟ فكل ده يمعلي الدكتور يؤدي لزيادة الجلوكوز في الدم فيما يعرف باسمه هنديتريكوز المشكلة جينية او واحد بلغه كتير عمال يأكل سكريات كتير وبالتبعية بعمل اجهاد او جزشا على البنكرياس البنكرياس يتعب من كتر ما بخرج الانسلين فيتعب بالبنكرياس وام فايص منك وما يتلعش الانسلين كفاية لانه تاعب خلاص فبالتبعية السكر في الدم يزاد اوي ويحصل ضيابيتس ايه ميليتس بص كده معي دكتور قالك وبستي بتعمل دون لعادة الانسلين الريسيبتور صح او مش صح او دكتور او وبالتبعية بقى ميكينج الامام وانتقو في الانسلين اللي افيرابل يمعلي الدكتور بتكون ايه صح او مش صح لاني خلاص منكرياس تاعب صح بس لا لس افكتف وكمان مش شغالة الفريفة اسد الزيادة اللي انت عملت زودها في الدم بسبب الاوبستي والاكل اللي انت عملت اكله هقول لسهاتك والله دي بتعمل بتنهبت الانزيمات المسؤولة عن الجلوتفور في رفة اسد المنزل داخل الخلايا وداخل الجزم بتنهبت الجلوتفور اللي كان بينقل الجلوكوس داخل الخلايا وبالتبعية وبالتبعية مفيش جلوتفور بيفضل موجود هو في الانزيم عادي جدا داخل الخلايا وما طلعش عسلين مرم من بره ولذلك اللي يحصل بقى يا دكتور ها؟ الجلوكوس دي يفضل الترقم فيهن؟ في البرد او الدم يعمل هايبرجليسيميا على ضيابيت اسم الليتس يا دكتور طب اقول لك ما هو تأثير نقص الانسولين انت عرف بقى الكلام ده؟ يا دكتور بيقل الابتيكولوتريزيشن بتاع الجلوكوس عمتها من الجسم بشكلين عام وبالتبعية سرهايبر غريسيميا طب ويقل الابتيكولوتريزيشن ليه يا دكتور يا محترم لان برضو الانسولين كان مهمة لعملية الابتيكولوتريزيش طب حلو ايه كمان يا دكتور يا محترم؟ هاقول لسيادتك الانسولين ده على فكرة كان بيمنع ترسيب الكوليستيرول في الاوعية الدموية فعندما يقل الانسولين ويتسلك مرضى السكر غريبا يجي لهم ايه؟ اثيروس كاليروسيزيز وها جلطات وكلام من ده يقول لك ان السكر بيجيب جلطات اه سكر بيجيب جلطات ليه بقى؟ لان الانسولين يا دكتور لما بيقل قال لي خلاص بيزود ديبوزيشن بتاع الكوليستيرول في الارتيريا الول وبالتبعية يعمل اثيروس كاليروسيز وممكن يحصل ويحصل غلطة فوق ميم فوق تصالب الشرايين طب ايه كمان يا دكتور؟ هقول لك ايه بص يا ابني معايا بيقل البروتينات داخل يتشو بشكل عام؟ لان الانسولين كان المسؤول ان هو يعمل ابتكة الامين واسد من الدم الى داخل اتشو عشان يصنع البروتينات صعب يا ابني كم ده؟ فيه مشكلة حتى الان؟ مفيش ولا حرف موجودة عندك في الاندوكراين ما ترجعش معاك صعب يا ابني؟ وقف كده يعمل كده الاندوكراين خلص تعال بقى نكمل في اللي بعدين نسمي الله وتعايد الوقت يا دكتور نتكلم مع بعض الميل اول ما اتكلم معاك دكتور عن الميل اقول لسيادتك ان الاعضاء التناثلية بالنسبة للميل او الراجل بتنقسم الى برايمري وسكندري وحاجات البروتينات البروتينات عندي حاجات الوقتور الانترنال سيكس ارجان اللي هما مين؟ اللي هو سيستيم الدكتور انت شايفه كل ده؟ والجلانز اللي موجودة سواء قوبر جلاند او سيميل الفيزيكل او حتى البروستات وكل الحاجات دي صعب كم ده يا ابني؟ طيب يبداه اللي هو مين يا دكتور؟ التستس وعندك يا دكتور ساكم ده اللي هو مجموعة من الانبيب مجموعة من الغلت او الجلانز اللي موجودة في المسهر قدام سيادتك اهو وعندك اكسترنال ارجان الى وهو مين؟ البينس او القضيب طيب بعد كده معالي الدكتور عايزين نتكلم مع بعض وقول السادتك قليتي بص يا ابني معايا انا يهمني دلوقتي ان انا اعرفك البراميري سيكس اورجان دوت الا وهي التستس شكلها بيكون عامل ازاي؟ لما اجا بص عليها يا معالي الدكتور بص كما عابني في الجمال ده البراميري سيكس اورجان الا وهو التستس بص يا ابني التستس شكلها بيكون عامل كده؟ دكتور مالها يعني؟ قالك التستس ده هي البراميري سيكس اورجان وهو المكان اللي بتم فيه عملية تصنيع او الحيوات المنوية فهو مسؤول عن كذلك يا صديق العزيز وجبنا ان التستس او الخاصيتين مسؤولة عن انتاج هرمون الزخورة في الراجل فيما يارف باسمه التستستيرون وهو نوع من انواع الاستيرايد طيب بما ان الاورجان ده مهمة اول الدراجات دي فعلا تكلمك كده سريعا عن البرادس بلاي بتاعه لما اجي بص على البرادس بلاي بتاعه ايضت يا دكتور تورشوس بهذا الشكل واجبنا معادي الدكتور ان الارتري نازل ومقابله من طالع الفيل ولذلك يا دكتور ده هم بيعملوا ازا كونتر ميكانيزم كده هيتبادلوا مع بعض الحرارة وبعض من الهرمونات صح انا مش صح ده شكل يا دكتور البرادس بلاي بتاع ميم بتاع التستس تعالوا دخل جوا التستس كده شوية ونبص جواه يا دكتور هتشوف الشكل قدام ساتك ده دكتور مش قادي تستس اي انا اقطع تفاقات سكشن كده هلقاها مليانة انابيب من كده من جوا الانابيب دي دكتور تسمى سيمينفرس تبيول تسمى ايه تتعام بص كده سيمينفرس تبيول سيمينفرس تبيول سيمينفرس تبيول وهكذا وحواليها دكتور خلايا صغيرة اهي عنف الخلايا دي اسمها ايه طب حد فاكر الادينج سيل دي كانت بتطلع ايه كانت بتطلع تستوستيرون تاني يبدوكو ديتو سمى سيمينفرس تبيول وديتو سمى اللايدنج سيل طب اللايدنج سيل كانت بتطلع ايه تستوستيرون كانت بتطلع ايه تستوستيرون يا دكتور طب ماشي كلام جميل جدا دكتور نعم فهناخد جزء كده هيبقل بالغالي من اسمينفرس تبيول ونبص عليه كده موجود عمدك فتحت هنا خالص بيزمنتي مبريم قاعد عليها دكتور اسبرماتو جونيام دكتور نعم اسبرماتو جونيام دكتور نعم اسبرماتو جونيام دي على فكرة بتبدأ ان هي يحصاها الهاتف وانقسامات طول ما انت ماشي كده تجاه الليوم من بتاع تبيول الى ان ينتهي بها المطاف على هيئة اسبرم في السنتر او المركز بتاع تبيول اللي هو الاسبرماتيد ثم ينتهي به المطاف كسبيرم او كحيوان منوي دكتور نعم هل هناك انواع اخرى من الخلايا ايه اه في خليها غاية في الخطورة والجمالة تسمى سيرتوليسل سيرتوليسل دي يا دكتور بتعمل حاجة اسمها البلاتيسش باريير وبتعمل حاجة انها بتغذي السيلزة والخلايا دي طب ماشي كلام عظيم جدا تكلمني بعد كده با يا دكتور انا بديك بس اوفر فيو افكرة عامة وبعد كده هنشرح مع بعض من المنزمة بالتفصيل ما تخافش دكتور ازاي بقى بيتم تصنيع الايه الحانوات المنوية بص يا ابني معايا بصينا يا دكتور دكتور الخلاكة تموجودة تحت تفاكرها كان اسمها ايه برايماري سبرماتوجونيام صح ايه دي يا دكتور البرمتفسيل او الخلية الاولية تسمى برايماري سبرماتوجونيام اول نوم الانقسام بتخضع عليه انقسام ميتوزي تدخل في ميتوتيك ديفيجيام انقسام ميتوزي بيساعد على الحفاظ على عدد من الكروموزومات حصل ما حصلش ايه دكتور دور من الانتسبرماتوجونيام دي بتفضل موجود عند البيزمنتي منبرين لماذا بقى؟ كسبير اللي انا طلعته عشان الانتسبرماتوجونيام بتاعتي ما تخلصش فهم قصدي؟ طب سواني طب والنوع الثاني يا دكتور بسميها ساكندر اسبرماتوجونيام يب بدأت ببرايماري انقسمت القصام ميتوزي الشغل على واحدة تسمى ساكندر اسبرماتوجونيام ايه الساكندر اسبرماتوجونيام دي هي اللي بتدخل خط الانتاج عشان تدي حيوانات منوية طب ازاي بقى ركز بعيد؟ دكتور الساكندر اسبرماتوجونيام بيحصلها ايه؟ قالك لا تنقسم في البداية كل اللي بيحصلها ان هي بتدى انها تكبر في الحجم بتاعها ويحصلها مول انديمور عشان تتحول من اسبرماتوجونيام الى اسبرماتوجونيام تتحول ايه؟ فتسمى برايماري اسبرماتوجونيام اهو انتعال في البرايماري اسبرماتوجونيام دي هي اللي تنقسم انقسام ميوزي والانقسام الميوزي ينقسم لكام ستيج؟ اتنين اول واحد يا دكتور انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني الإنقسام الميوزي الأول ما هو الا انقسام ميتوزي فكل كم ده الانقسام الميوزي التاني ما هو الا انقسام يا راتيج ميتوزي صحة مش صحة فالإمن دي هدلك إن وإن ودي دلك إن وإمن فالسكنة اللي بسمي ماتوسايت يدي سبرماتيد والإسبرماتيد ده بيدخل في عملية سبرميوجينيسيز اللي هو تكوين الحيوات المنوية ويتكون بالشكل ده كده وكده ألف مبروك سمعنا زهروطة احنا كده كونا سبرميز حيوات المنوية ونقول ثاني من الأول يا دكتور الكذا بنوعي كان عمدك مجبوعة من الخلايا موجودة على بيزمينتي ممبرين تحت تسمى برايمان اسفرماتو تسمى برايمان اسفرماتو جونيوم تسمى برايمان اسفرماتو جونيوم طب تطلع يا دكتور قال لك والله يبتنقسم انقسم ايه ميتوزي في منها واحدة بتفضل موجودة عند بيزمينتي ممبرين كسبير عشان ايه الاسفرماتو هنا Di ايه يبقى تنقسم انقسم ميتوزي ثاني والانقصام الميوز الثاني ما هو الانقصام ما يتوزي يدرك انو 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 يبقى الخليل الواحد يدرك كم حيوان منوي ارباع حتى الانهم الدكتور ده يسمى سبرماتيد اللي بدخل في سبرميوجونيزز ويدحول الى سبرماتوز هو يكتسب التيل والاكرزومة الكاب وهكذا الدورة اللي قدام سيدتك ده دكتور بتأسر كل اربعة وستين يوم هجي واحد يقول لي اه هو الراجل ما يصنعش حياتنا هوية غير كل اربعة وستين يوم هقول له انت غبي ان النهاردة اكتمل اربعة وستين يوم لدورة وبكرة اكتمل اربعة وستين يوم لدورة وانبارح اكتمل اربعة وستين يوم لدورة اخرى وهكذا فهم قصد يا ابني تمام يا دكتور طب قولك ايه نعم وجدنا ايضا خليباك من حاجة ان الخاجزة نفسها بتبدأ ان هي يحصل ما بينها جابزان وشن عشان تبادل بعض من الكروموزومات وده حاجة مهمة جدا جدا يا دكتور عشان تدي بعض المعلومات من هنا لهنا ومن هنا للعكس زي ما تعرف كمان شوائي طيب عايز تقول لي ايه كمان يا دكتور ركز كما معين في الفيديو يعني مشان الجميل ده سبرماتوجينيسس اليوم انت فاكر معايا الفيديو ده اللي بيحصل يا ولدي كالتالي دخلنا جوه التستس ادي التستس اهو هندخل جوه نشوف السيميليفرا ستيبيولز ادي داخلين عند السيميليفرا ستيبيولز اهي ندخل جوه التبيول بوص شوف دي شوف دي انا وقفته هون اللي عمدي بيزمنتمبرين تحت ده يسمى ايه سبيرماتوجونيام صح عملية تنقسم 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 عشان تدي مين في السنتر سبيرماتيت سمى السبيرم طب مين الخلية اللي وقفت طولة دي سيرتوريسل ما هي اللي مين سيرتوريسل شايف الجمال اهو دخلت جوه انظر شوف�� essas ايه هل فحكنا مع ايه خلية كنت مع ايه ابسم بس بس ايه كنت اتنين بقت واحد اتنين فام حسني عشان تديمين سبيرمتية النجول ده بيقولك ال Primus Cybermatocyte تنقسم عشان تديمين الصعب takeaways بدأ من الصعب بتنقسم عشان تديمين го ё BRHayman هاي الساكن الدريب ثقب هل فتح لأنه الذي يقسم عنه ؟ ميوز صح ؟ سوف تحديه سوف تضع اربعة سبرماتيد اربعة سبرماتيد او اربعة سبيرماتيد سوف تتحول الى سبرماتيد سوف يكتسب التيل ويتحول الى سبرماتيد كما يحدث في دمسياتك الاسبرماتية تتحول للاسبيرم او حيوان منوية صعب الكلام ده طبعا كل من هو مسبهل بالفيديو وهو محضر الشرح الاساسي ياريتهاش من في النص هنا بقى الاسبرم او الحيوانات المنوية فيه مشكلة حتى الام طيب دي بقى تمشي في اسمين الفاسيبيول عشان بعد كده بيحصلها ايجاكوريشن اثناء القصف عامة بالنسبة للفيميل طب من الخليل بتنور ده على فكرة شفتهم شوية سيرتول ايه وصحات منوية مشي ازاي جيش من التطار زي ما كنا بنقول خلاص ماشي يا دكتور الاسبرمشاكله عامل ازاي ده الهد ده الميدل بيس بتاعته او بحب اسمها الباضي ودي التيل صح؟ كنت بقولك الهد ده دكتور بيحتوي عن نواية اللي فيها المادة او الديل ايه اللي يروح يرميها داخل ميم البوايدة صح؟ الكاب ده يسمى اكروزوم الكاب او الاكروزوم يسمى الهد طب بقولك ايه؟ الحتة الميدل دي اللي هي احيانا بعض المراجع بيعتبرها جزء من التيل ما عنديش مشكلة بتحتوي على الميتو كوندل الميتو كوندل دي هي مصنع الطاقة داخل ميم داخل هذا الاسبرم هي مين يا دكتور؟ مصنع الطاقة داخل هذا الاسبرم طب ماشي طيب ركز بقى كده مع ايه؟ افتح سيادتك الملزمة وتعام نبص مع بعض الميل ريبرو دكتور اللي بيحصل دكتور البرماري 6 أرجن هي التستس صح ومش صح؟ طب اسمع طب السح كان دريحات مقدمة الانترنال دكت وغلاند الدكت ازاي البدلة المثال وغلاند وبعض الغلات زي السيمينال فيزيكل والبروستات وايه؟ والكوبرز جلاند صح؟ واكستيرنال كوبيولاتري اللي هو انتصابي اللي هو القضيب او البينس صح؟ طيب بما تتكون التستس يا دكتور اول حاجة سيمينفرستيبيولس صح؟ وانترسيرشل سيل اوفلايدنج اللي الصغيرة اللي انت شفتها اللي كانت بيصنع تستسيروم طيب سيمينفرستيبيولس يا دكتور قال لك والله قال لك البيزمنت الممبرين بتاعها دكتور بيحتوي على سبيرماتو جنيا اللي هي بريماتف سيل اللي هي بريكيرزر اللي بيوجود عند البيزمنت الممبرين اللي بعد كده بيحصل لها سبيرماتوجينيس عشان تصنع الحيانات المنوية او السبيرم صح؟ وتحتوي ايضا على السيرتولي سيل خلايا التي تنقصم طب يا دكتور نعم نعم طب يا دكتور كانت تستمت من خلال التو فيزمنت الممبرين يعني ايه يعني انت بتشوف الفيديو من خلال أو الصورة كنت تشايف قوي السيرتولي سيل ممتدة من البيز وسطة لحد السيطر أو لحد اليوم من فوق حصل ومحصلش تسمى خلايا تسمى خلايا تسمى الترسيرشل سيل اوفلايدنج او لادنج سيل دي يا دكتور كانت مالها قال لك والله تحتبط على لبيد جيرانيول علشان هي اللي بتطلع الاستيرويد هرمون اللي هو الميل سيكس هرمون ألا وهو تستوستيرو صعب كلم ده؟ البراطس بلاي بتاع التستيس اللي انا برطورك من شوية فاكروا كان يسمى ايه؟ تورشواصة اسبرماتيك ارتيس دكتور بررل اندو اوبزيت تو البنبيني فورمي بلوكسس اوف الفين صح ومش صح كنت بقول لك يا دكتور متقابلين مع بعضهم البعض عن من حاجة اسمها كون ترقبة انكسي تشينجي سيستيم كلام ده قلت وشوفه لما قلتوش قلناها من شوية ولذلك كان معادي الدكتور بيعمل اكسي تشينجي للحرارة بعض الهرمونات زي تستوستيرون كلام ده قلتو لما قلتوش يابني؟ قلناه الله في رسمه من شوية طب ماشا كلام جميل جدا اسبرماتيوجينيس دكتور اللي هو انتاج الحيوات المنوية البردوسينج اوفماتيور اسبرماتيوزوة دكتور ايه اللي بيحصل؟ هاولي سيادتك العملية ديت هل هي بتفضل تتكون في الميل عمتها من قول ما تولد؟ هاولي سيادتك لا بل امن الاسبرماتيوجينيس او تكوين الحيوات المنوية قالك بيحصل الله صبرشا من بعد ولادة الميل لحب ان يصل الى بيوبيريتي او البلوغ طب امتى بتبدأ الحيوات المنوية تتصنع الدكتور اقولك افطر بيوبيريتي افطر ايه؟ بيوبيريتي اهو قاتي بيوبيريتي معادي الدكتور المحترم افطر ايه وهو الاريجنال جيرميسيل انها اسم الاتو جونيا بتبقى انها تنقسم اولا تنقسم انقسم ميتوزي السرماتو جونيا متحول الى ساكندر السرماتو جونيا صح؟ وفي واحدة كمان كانوا يحدث لها ايه؟ بتتخزي تتسبزها مع البزميطي مبريم طيب الساكندر السرماتو جونيا دكتور دي كانت 2 انيا اربعة وعين اكس وي صح؟ اللي هي 2 نون كانوا بتوصل معادي دكتور يحصل لها ايه؟ ميوس انقسم أيه ؟ ساكندر اسملاتو صائد عنك شفتها من شوي صح ؟ ذاكر الم الناس محصن من العقد كله ذاكر الم الناس محصن عادي تم تتحولƏ ساكندر اسملاتو صائد وهو ده بقى ما قال الدكتور المحترم اللي هو عبارها عن هي دكتور اتنين وعشرين زاد اتنين وعشرين اكس داتين وعشرين ي وي الهو ايه هو هبلويد إنقسام مايوز الثاني التاني قالك التحول الى سبرماتيد مش كنت بقولك يا ابني أن الانقسام مايوز التاني ما هو الا انقسام ماكتوزي حيلو اللي هو هبلويد الرها، الهو إنه واحده بعد كده سبرمك يشنسيس بتحول السبرماتيد إلى سبرم أو حياءة مالوي انا بالنسبة لي كل الكلام ده هو لاخباطك لما تجي تذاكرها يا يا ابني أحب قاوي أنك تذاكرها معالي الدكتور من الرسمة قدام سيادتك دي اهي 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 بتبدأ تنقسم من قسم ميتوزي صح قال لك يا دكتور دور من الاسبرماتو جونيا تدخل خط الامتاج تكبر شوية تنقسم من قسم ميتوزي اول و تاني كون اسبرماتين انا اسهل ده اسهل بكثير طبعا نعم يتحدث ردت تلك وجدنا ايبا قالت لك دهتم من قسم. يعني في قسم وقت بيخرج نعم سفرماتو جونيا قالت لك 512 سبرماتيت من كتر انقاسمات اللي بتحصل لها. طب اقول لك يا دكتور نعم ديفولوب انجل جيرمي السلة عمتا. اللي بيطلع من السنجل برايمل سبرماتوسايد بيؤدي معاني الدكتور ان هو بيعمل هم؟ هم؟ سيتو بلازميك بريدش. فاكن ما كنت بقول لك خلية هنا. واحدة هنا. واثنين متواصلين ببعض. عشان نعمل سيتو بلازميك ايه؟ اكس اتشينج. اديني مسال. مش كنت بقول لك ان الاكس كرومزوم. بيروح يا معاني الدكتور المحترم يدي لانخ رموزومية صح. اهو. الاكس كرومزوم كونتين جيم. اه لمعاني الدكتور في ما مالي ضروري. وبالتبعية لو محاصلش شيرنج السبرم اللي بيحمل القائقة مع احد دكتور مش يقدر ان هو يعيش. مش الراجل اى تكون من اكس وى للا اكس على اسنج. ا lung صحيح. اديني رقب ونكس لكن. وبالتبعية دكتور الكروزوم اللي بيحتوى على الاي والس قال لك ينقص بعض الجينات. طوالي الذي بيعمل اى انه التزشينج متاع insanity. قال لك اللي هو اله why ده. حسن يقول بتاع الراجل وبالتابعيه لازم اللي بيحتوى على اكس لتواصل ويعمل شيرنج مع اللي بيحتوى على ميم على الواي ملاقات بيتبادل بعض الكروموزومات الرسم اللي انا شرحت عليها هجبتلك في المنزمة هين صابت كم ده حتى الان؟ طيب كنت بقول لك يا دكتور قال لك عشان تقدر تكتسب الموتيريتي بتاعتها اقول لك والله يا دكتور بيحصل لها الاتي ماذا بيحصل؟ لازم فاكرة الرسمة او الفيديو الانيميشن كان بيكتسب الهد بتاعته اكروزوم الكاب ويكتسب التل بتاعته او صح؟ عشان يقدر ان هو يكون عنده موتيريتي او بيتي تو الموف او الحركة عشان يقدر يحصل له بسج او يحرك اسناء من البديديمس او السيستم بتاعت الدقط لحد ما يطلع بره الجسم عمده طمام؟ طب اقول لك ايه؟ دكتور قال لك له بيعتمد على ايه؟ انك والله دكتور مهترم كابسر بروتين اللي هو ايه؟ الكاليسيوم ايون الشانل بيعمل يا دكتور يعني قال لك بيؤدي الى دخول الكاليسيوم ودخول الكاليسيوم يؤدي الى كونتراكشن او ايه حركة في التل والتل ده هو اللي بيؤدي الى الحركة طب سواني طب الحركة دي بيحتاج ايه؟ طاقة طب اجيب الطاقة وليتي بيه من اين؟ قال لك من البدي اللي هو السبيرل ميتوكون دركات موجودة توفر لها الطاقة طب سانك بقى سؤال هو السبيرل عنده حاسة شام اه فاكن لما كنت بقول لك ان البويضة موجودة قاعدة في الفالوبيانتيوب تقول له تعالى هنا بتطلع له مادة كيميائية السبيرل يشمها ولذلك السبيرل يعمل الدكتور باكسيبريس والفاكتور ريسيبتور يا دكتور قال لك والاوفرس بتطلع ايه؟ اودرنت لايك موليكيون اللي هي المواد اللي بيطلحها البويضة علشان يشمها او يلقطها السبيرل علشان السبيرل ييروح modelo اسطلاbel كان الان الحتيوب عند الفميل واحدة يمين وواحد الشمال ان فرض مثلا البويضة موجودة في الشمال بعض السبيرلين موجودة في الشمال ولهما يتطلع ماءه قسمها سبيرل والسبيرل يروح يتحرك الى مكان موجود الى مكان موجود البويضة يا دكتور و Limited revelation tee sasing from any另外 تجذب خلايا اخرى الل Witchesians دهноп 물 haul simon طيب mais idee sidoawbal estijn 72 يعني كابستيشن يا دكتور سأقول لك مقدرة هذا الاسبيرم انه يقدر يفيرتريز او يقدر يخصى بمعاني الدكتور قال لك يا دكتور ده بيعتمد على ايه سأقول لك والله بص اصبع بمعي دكتور نعم اول من الاسبيرم ده يدخل جوه اللي هو في المهبل او الفجينا سأقول لك بيزداد حركة الاسبيرم الحركة تبدأ تزداد عشان يبدأ ان هو يمشي مسافة طولة جدا من اول الفجينا تحت ويصل اللي يطلع فوق يا معاني الدكتور المحترم الى فين الى مكان وجود البويضة او الاوفم طب يقول لك ايه دكتور نعم هو لما يوصل الاوفم يحتاج يخترق طب هيقدر ازاي يخترق الاوفم قال لك والله يا دكتور قال لك فاسيليتيشن في ايه اكروزومال فياكروزومال راكشن يعني الاكروزومال الكابل اللي موجودة دي بتطلع بعض الليتك انزيم وهيريوريديز انزيم يبدأ ان هو يعمل ايه ويخرم جزء فم في الاوفم ام يدخل الراس بتاعته بس يقوم راني مين الدي ايه وورتيل دا يتريمي برا كم ده انتو اخدتوه قبل كده في اي مادة ثانية فين لا اخدتوه في الطب فين ما اخدتوش في علاقته ما اخدتوه في علاقته طب بقول لك ايه بقى بقول لك يا دكتور نعم اللي هو مقدرة الحيوان المنوى اللي هو يخاصة بالبويضة اقول لي سيتك فاسيليتاتوري رازارزان اوبليجاتوري يعني هي مش حاجة يلزمية لان الفورتاليزيشن اصلا ممكن يحصل انفيترو عادي مش تسمع يا ابني عن راجل مثلا عنده مشكلة في حركة الحيوان المنوى فنقول له والله انت مش هتقدر مراتك تحمل منك طبيعي فلازم بنعملك اطفال مصنعة او مخصبة ايه صنعية هي بتسمع الاطفال اللي انا بيه بمجازية يعني بده اعمل ايه تنجيب البويضة فنبوغ غرر الجسم ونحط لان الحيوان المنوى بتاعته لان سهل عملية التخصيب صح او مش صح؟ صح يا دكتور ولذلك يا معاني الدكتور المحترم هقولك ان الكابستيشن هنا مش مهم او او مش حاجة الزامية لاجل حدوث التخصيب ان ممكن التخصيب يحصل برا الجسم عادي فهمت اصلي؟ طب ماشا طب الحيوان المنوى ده اتكلمنا عن دكتور قالك هو موتين سن تحتوي على الهد كروموزوم الماتيريال تحتوي على الهد وعنده اكروزوم كاب اللي يا دكتور غني بالانزيمات المسؤولة معاني دكتور انها تطلع على الوفم او البويضة كي تختارك الهد دي الوفم او البويضة طب ماشي يحتوي على النيك وبعد النيك عمدك البضي انا حب اقول البضي ده هو البيض والذي يحتوي على المتوكوندريا التي تمد الحيوان المنوى ده اللي هي يا دكتور في الانيرجي او الطاقة طب ويحتوي على مطايل تيل المطايل تيل دوت على فكرة مغزة او كفرد بشيس كده غني بالمتوكوندريا اللي هي الاول جزء من التيل ده وهنا هتبر ان الحتة دي هي جزء من التيل يعني مانديش مشكلة عادي خلاص طب يا دكتور اللي بخلي التيل ده يبدأ ينقبط كده ويتحرك هقولك دخول الكاليسيوم مع ميم ميمبيرين مع الات بي او الطاقة اسلمجو بقولك ايه بقى يا دكتور نعم الميمبيرين بتاعها بقولك ايه الميمبيرين טنجينسيوم مع الانجيوثينسيوم ويتشرين يا دكتور ولكن عندما بإيه قالك بيعمل INFERTIRITY واجدني يا دكتور ان الامبيرين بتاع بيحتوا على الاس enzymes طب ايه وظيفتك حتى لاحنا ما نعرفش ليه وظيفتك طب هو الانجيوثينسيوم الانجيوثينسيوم كان بحاول الانجيوثينسيوم طب وظيفتك ايه لكن لو الانجيوثينن مش موجود ANFERTIRITY الرسم اللي شرحت عليها. انا جابه لك برضو في الملزمة ايه? لو تبص عليها وانت عايز يعني. خلاص? ما هي الفن عشان اقف سيرتولي سل? طيب بس الاول كده اقول لك ايه هي سيرتولي سل وموجودة فين? بس كمعي دكتور سيرتولي سل. بس كمعي ابني. اللي قدامك سيادت كلها د márjörش حسين أسألك سؤال بقى هؤرطان هي هؤلاء تثنين او ايه ك hakIM واحد ايه اللي هو الهبلود نمبروفوكرموزوم الجسم يشوف الواحد ان ده بتاعتك ولا حاجة غريبة فالجسم ممكن يطلع ان تبادي وتضربه ولذلك كان من لطف الاقدار يا ولا دي ان ربنا خلق هنا حاجة تسمى بلتستس باريور يعني بلتستس باريور قالك ده حاجز يمعاني الدكتور بيفصل ما بين مين ومين بيفصل ما بين الدم اللي موجود تحت وما بين مين هنا الخلادي كلها هو التصوير في الاسبراك تمام وراعيز هادل يوضاها طب ممكن هادل يوضاها شوية بعد ازنك يعني كده حسن طب حالي كل شف كده حسن يا شباب يلا متعودوش على كده المهم فالعندي ايبقى قادي يا دكتور الخلية الحمرى دي كلها والخلية دي تسمى سيرتوليسيل بيعمل البراط تستس باريور ده بيفصل ما بين البراط وما بين مين الخصي هنا او التستس والسنتر بتاعه من هنا كده بيحتوي على تيوبلر فريوت تيوبلر فريوت دي معايد الدكتور مصرم وجبنا جواه هرمونات اكتر من البروتين والجلوكوز يعني هنا بيحتوي على تستسترين واندروجين كتير يحتوي على يا دكتور بوتاسيوم كتير يحتوي على استروجين كتير هرمونات اكتر منه مواد غزائية صح؟ ويحتوي على كمية قليلة من البروتين والجلوكوز طب ماشي هي المية اللي قدام سيرتك دي تسمى تيوبلر فريوت طب دكتور اي بارير في الجسم اما يسمح بمرور مواد يعني قلاو عبور مواد معينة او مرور مواد اخرى طب عايزين نشوف هو يسمح بمرور ايه يعني بيقلاو ايه الاستيرويد اللي هو ايه الاستيرويد يا دكتور او تيستستيرون لما مواد في الدم عايز يدخل اما مواد هنا وعايز يخرج عادي بيسمح مرور مين الاستيرويد طب اسمع هو الخليل الموادي لو عايزة ان هي دكورتان قسم تطلع لفوق عادي جدا دي بتتكسر توسع لها تطلع لفوق بقى تتفيد بيلي تاني يعني بتسمح بمرور مين الجيرمي سيل صعب الكام دي ابني في مشكلة يبقى تسمح بمرور الاستيرويد اللي هو تيستستيرون وعلى فكرة كمان والاستيرجن الاستيرجن ده اللي هو من ضمن الفيميل سيكس هرمونز على فكرة مهم بالنسبة لنا كرجالة هنا طب ليه يا دكتور اقول لستك ان هو موت في الدم عشان يعد لازم يعدي من البلاتستس باريير فعمدك هنا يا دكتور ده الباريير اللي هو بسبب سيرتوريسل بيسمح بمروره عادي جدا طب بيمنع مرور ايه لو في اي توكسن موت في الدم هنا صح امش صح التوكسن ده او البكتيريا هل يسمح بالنها تعدي للتستس هنا قال لك لا بريفينتين يطلق الهرم في التوكسن طب بيقول لك يا دكتور نعم لو في خالية من دول اتصاربت راحة للدم كارسة ومسيبها سودا الدم يشوف مثلا الاسبرماتيت دوت او الساكندر اسبرماتو سايت او الكلم ده اللي هي واحد ان دي يشوفها جسم غريب ويطلع قصودها انتباضي الانتباضي ده على فكرة لو موجودة في الدم وعايزة تعدي هنا هتضرب كل الخيالي ده واتموتها فالبراتستس باريير ده بيمنع مرور اي دكتور انتباضي من هنا الى داخل مين الى داخل التستس ويمنع مرور اي خالية من هنا للدم اللي الخلي ده تعتبر انتج غريب بالنسبة للجهاز المناعي وهو بريفينتد الانتجينك ايى البروتينز او الانتجينك سيلزي اللي موجودة هنا انها تعدي الى الدم يا دكتور من التستس الى الدم عشان الجهاز المناعي ما يكونش قصادها اكسال متتدا okay ring وبالخاصاتين او التسلس. فهدو يسمى البلوك تسلس ايه باريار. طيب كرام جميل جدا. ايه كمانة دكتور؟ مازلنا مستمرين في السيرتوري سيل. وتعالى كلمك في الفانوكشونز او الوظائف بتاعة السيرتوري سيل فركز معي. بص كده معي ابني. دكتور كلمني عن الفانوكشونز او الوظائف بتاعة السيرتوري سيل. وهو كذلك يا دكتور نسمى الله ونقول مع بعض. اول حاجة احنا قلنا من شوائنا تحتوى على الجليكوجين. يبقى هي مسؤولة عن نورشنج ونورسنج وبروتيكشن. مسؤولة عن تغذية وحضانة وحماية مين؟ الخلايا اللي هي اسمها الاسبرماتو جنيم. الى ان تكون الاسبرماتيدي اللي هو مين يابني قدامك؟ اللي هو الاسبرماتي او من يابني؟ حيوات المنوية. هتكلموني رحصة انتوقفين لو مستحصلتش مع خلاص؟ طبيعي كمان يا دكتور. فاجوستيك رول. لو في اي جسم غريب او اي دكتور ديبريم لانقسمات. قال لك والله سيرتولي سيل ما تتأثرش تقوم واخدها وكلها. قال لك والله لها سكرتري رول. قال لك بتقدر ان هي دكتور تتحكم وتطلع دكتور اكتر من هرمون. خمس هرمونات هتكلم عنهم. دكتور نعم. قال لك والله يبص بتطلع اكتفين وانهبين. صح او مش صح؟ طب سواني بس. اكتفين ده هي اكتف حاجة. وانهبين هي انهبت ح على فكرة. الاتنين بيشتغل انتريو بيتودري. اتحكموا يا دكتور فهم. اكتفين هيستيميليت وانهبين هيوقف. طب اسمع. المهم بس بالنسباني. دول مهمين? والاستروجين. الاستروجين دوت يا دكتور هي بتزود خروجه. تمام? طب انت بتزود خروج الاستروجين ده. قال لك الاستروجين هيبقى مهم هنا يا معالي الدكتور المحترم من للاقاتش. بص كده معا يا ابني. دكتور. نعم. اللي بيحصل يا دكتور انا عايز اجيب استروجين. طب اجيب استروجين ازاي? ه الانتروجين بيعدى على اروماتيز? انظام. ميتكون منه? الاستروجين. طب ايه كمان. قال لك والله بتطلع بيرتريويتك انظام وبوتاسيوم. تمام? طب هي هدفها تعمل ايه من ده كله? افتح ساعتك المذكرة. وافتكر معايا الصورة القدام سيادتك دي ركز بقى معايا. ما هي الفاروكشن? قلنا نوروشنج وبروتيكشن رول. بتعمل يا دكتور. اقول لي سيادتك والله يا معالي دكتور. دي فولت كسيتوبلازمك اكت كفيزيكال سببورت. بتعمل س تيورينج سيل. وبتوفر لهم النيوترشن اللي هو الغزة. زي الجلايكوشن عسابيين مثال. وتوفر لهم الحماية. طب فيجو سيتوزز لاي بقايا. طب بتطلع اكتر من الهرمون. فاكر الام اي اس. وقلنا الاكتيفين والانهيبين. وقلنا يا دكتور الاي بي بي. وتكلمنا ان قلنا اروماتيز والاستروجين. صح او مش صح? نتكلم عندهم بالتفصيل بقى. يا دكتور اول واحد دكتور اللي هو الماليريان انهيباتري سابستانسيز. دكتور نعم. قال لي ده بي يعمل يعني بيوقف الماليريان ضقت في الميل. صح او مش صح? اسألك بقى سؤال. هو الماليريان ضقت دي وظيفتها هنا تعمل ايه? تكون الميلة في ميل. في ميل صح? طب ده ميل. يبقى عمل لها ايه? انهيباشن. طب مين بيعمل لها انهيباشن يا دكتور اللي هو الماليريان انهيباتري سابستانسيز. بتطلع مين يا دكتور سابستانسيز. بتتكون عند الميل. طب اكتيفين بيزود FSH وانهيبين بيقلل FSH. طب في حاجة كمان اسمها اللي هو الاندروجين با بريوتين ثواني. بش نحن اقول يا دكتور من الان فيه هنا اليوم يحتوي على فليود صح? في السمين الفرسيبيول. ده كنت بقى قولك يا دكتور هو مية. طب والاندروجين ده هبور عليه? استيرويد هل يختلطي زيته بالماء? ولكن لا. ولذلك الاندروجين اللي يوجد يا صديق العزيز المحترم في السنتر بتاع تيوب في الفليود.تقول لي ستك بيحتاج ايه؟ بيحتاج ايه؟ بيحتاج ايه؟ بريوتين بريوتين يسمى اندرجين بايندينج بروتيان تبدى هدفه انه يحافظ على تركيز الاندرجين عيني داخل تيوبيلر فيلويد طب ايه كمان الاروماتيز فاكر كنت بقولك انه يحول هرمون الزكورة الى هرمون إلوسة كان يحول معاني دكتور المحترم الاندرجين الى استروجين طب الاستروجين الموجود و هتعرف وظيفته ايه كمان شوائه طيب بيطلع كمان بعض البروتويتك ايه انزائم افت تايد جانشل بتهلم بروغيس او دفولب منك افل ايه افل جيرميسل تورد اليومين بصك معايا ابني هي بتطلع بعض البروتويتك انزام عشان تقصر من البرير بتاعها وتطلع بعض الخلايا من تحت الفوق تورد اليومين يا دكتور يعني اسناء الانقسمات المتعددة انت اخدتها كان دا فيه مشكلة فبطلع البروتويتك انزام تقصر البرير تعدي الخلية كبني تايد بعدها مفيش مشكلة دكتور بقول لسياتك ايه الفريوت ده قلك مالو بيختلف عن البرازمة قلنا بيحتوي على غزة قليل وهرمونات كتير قمت بقول لك لو بروتين ولو جلوكوز ولكن عندك اندرجين واستروجين وبوتاسيوم كتير جدا دا المهم بالنسبة لي طب بقول لك يا دكتور انت عمل تقول لي استروجين هرمون انوسة هو الاستروجين هيعمل ايه بالنسبة لي انا في الخاصطين كراجل تعالوا وانا اقول لك يا ابني واجبنا بقى ان الاستروجين دوت بيمسك يا معاني الدكتور على استروجين ريسبتور موجود في التسس عادي جبدا juntpees لانا ايه بابني اذا كنت اقول لك ان الاستروجين دوت مسؤولة عن fa은 않 يقللها يا محنكينря لعندما ترجى ماء للدم اي حاجة واللهكو تعرف لك كلبات وغلط laughing يبقى في حاجة يا معاني دكتور تسمى الاستروجين ده يا دكتور بيعمل وطر ريق ابزوربشان وريق ابزوربشان تعني رجوع الماء الى الدم يعني رجوع الماء الى الدم فانا بعمل ريق ابزوربشان التيوبلر فبرجع الماء الى الدم فالماء داخل التيبيول يتقل فيعمل كونسنتريتنج للحيوانات المنوية اللى موجودة حمال ريق ابزنج بالليفل صعب الكلام ده دكتور؟ لا مش صعب الكلام ده طب حلو جدا طب لما عمل لها كونسنتريتنج لسورماتزواء في سمول امونت وفي الفريود ده فيتل ده حاجة مهم جدا لعملية الفريدلتي او الخصوبة بتاعت ميمد بتاعت الحيوانات المنوية طب ايه كمانا يا دكتور؟ بقول لك ايه نعم اعتماد حضرتك انك تحافظ على محتويات الفريود ده بيعتمد على بلوتستس ايه؟ باريال اللى نوريتك شكله من شوية وتكون ايضا السيرتوري سيل حاجة اسمه بلوتستس باريال اللى هو عبارة عن طيل جانشن مبين الادجيسان سيرتوري سيل يمعنى الدكتور قريب من تحت قريب من البيزا لمنة البيزمين بيكنترول البسج او من الانترستيش يلتشو الى الدم او من الدم يمعنى الدكتور الى اليومين تمام؟ بريفينت وقالى وبيسمح بمرور حاجات ويمنع مرور حاجات طب بريفينت مين؟ قال لك والله انتوجينيك برودكت اللى هو مثلا الحاجات تطلع من السيرماتوجينيسز اللى هو حيوان منوي يمنع ان هو يروح للدم عشان هو لو روح للدم وعدى من السيرمينفرستبيول توزا بلوت ده كده المناعة هتشوف كالاسم غريب وتعمل اوتو اميون ريسبونس وتضرب التسس او القصتين فانا مش عايز القصة اللى تحصل طب امنع ايه كمان حاجات ضربة من الدم الى تستس هارومفل بلوت ايجنت توباس تو اتيوب در فريويد طب بسمح بمرور دسترويدز اللى هي مين يا دكتور؟ التستستيرون او الاستروجين عادي او يا معاني الدكتور ماتورنج جيرميسيل اللى هتعدي من تحت لفوق بكسر عطيه بريوتوريتيك انزيم بكسر الباريير بعد كده اعدي الخلية ثم ابني الباريير مرة اخرى معاني الدكتور المهترام صعب بكام ده او لساتك هوا بعمل البروجيسيف بريك داونج جيرميسيل بعد كده ابدأ نعمل فورميشن افينيو جيرميسيل عادي جدا وزاوة دستار باشن افين البرير من غير يا دكتور ما باوز البرير ده انا بس البرير دوت بقام فاتحه اقتصر منه حتى تعدي الخلية وقام فاتحه بسرعة تينين صعب كام دي يا ابنى وظيفة مين؟ سير طولي سيلف هناك بعض الفاكتورز او العوامل التي تؤثر على سيرماتو جنيسيز وهو تصنيع الحيوانات المنوية أول واحد لتلازينجو هرمون ما هو ضرور لتلازينجو هرمون فاكر نوع من خلايا يسمى انترسيشل سيل اف اللايدينج كانت موجودة دكتور في التستيسة طب حد عارف اللايدينجي سيل دي كانت بتطلع ايه؟ تستيسرون طب حد فاكر كانت بتشتغل ازاي؟ قل معايا تشتغل ازاي؟ الان اللي يتشي بتشتغل عليها يحافزها هنالتطلع ايه؟ تستيسرون اهو قالك والله انترسيشل سيل اف اللايدينج بردوس هاي امامو انت من الاندرجن وبالتبعية الاندرجن ده مهم جدا اللي عميينت سبرماتو جينيسيز طب قل لي انت بقى اللايدينج سيل بتشتغل ازاي اللي مشتغل عليها الالتش صح؟ طيب تبلاتريزنج هرمون الالتش هو اللي بيحافز اللايدينج سيل او الف اس اتش دكتور نعم الف اس اتش ده مهم جدا 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 عارف اللي يا دكتور؟ بصوه هنا الاف اس اتش يا معالي الدكتور المحترم هو اللي بيكون الريسبتور بتاع الالتش على اللايدينج سيل يبقى اللايدينج سيلة هاي عايزة يتستجيب لمن؟ الالتش اتش دكتور الريسبتور جبناه مين زرقة عالرسيبتور ده؟ الف اس اتش عشان يجي الالتش يوضح في الريسبتور بتاعه ويقوم بالـ الكلام ده صعب يا شباب؟ لا والله ما صعب يبقى الاف اس اتش فوليكتر استيمولاتيج هرمون ده يحفز اللايدنجسن انها تستجيب بال LH اللي هو يزود LH يزود LH ريسيبتور وبالتابعية بيبروموت البرودوكشن بروتين بيعمل ايه برووموته الايه البرودوكشن اللي هو ال اي بي بي كان بيعمل يا دكتور امدروشن بايندين بروتين عشان يفضل شايل الاندروشن في التيوبلر فيويد لان الاندروشن ده عباره عن استيروي الدهون ولا يختلطه الزيته بالمقفى لازم يكون عمدي طب ماشي ايه كمان يا دكتور قال لك والله بيشتغل على السيرتوريسل يحفز شغلها يا معاني الدكتور المحترم عشان تعمل ايه فاسيليتات السيرتوريسل كيتمدي السيرتوريسل كيتمدي السيرتوريسل عمتلا بالمزيد من الغزاء والأوامر والهرمونات عشان يحول تحفيز السيرتوريسل الى سيرتوريسل ويحصل له ماتيوريسل صعب الكلام ده؟ يبدو أقولنا أول حاجه للموناتش ثم الثلثة حاجه تأثر يا دكتور على سيرتوريسل يقول ساتك الاندروجين مين يبني؟ الأندروجين هان طرر هي بيشتغل على السيرتوريسل طب ما هو دور الاندروجين على السيرتوريسليام؟ هو أقول لك ده بيحافظ على الجيروم المال يكون سليم ليش بس كده و بيكون الايه؟ قوسان و يسعد ان قسام الغزاء و بيعمل تحويل تحويل التحويل الوصول إلى سيرتوريسل صعب الكلام ده؟ حسنا الدكتور نعم التستستيرون ده لازم يكون بهاي كونسنترشن يا معاي الدكتور لوكالي على تيوب در فلوان طب ليه تو مينتين الايه الجاميتوجينيك فان اكشان عشان الخالية تفضل تنقصم الانقصمات انت متعود عليها وعشان يا معاي الدكتور المحترم يحصل السبرماتوجينيسيز والانقصمات تتمي بشكل سليم لازم ولابد يا معاي الدكتور من ايه اللي يحصل اقول معاي كده ها ايه ايه ها قاعي كل الفترة هاي ساني قاعي كل الفترة من ضغط البمان بGet Lobein يوجد في التيوب��들 في القريب worldwide او الانقصم ها يصمショ تم الخوταν entending او بباخلاب واللاي culminاج اي خطل العداء مت7 yang يحفز الوطط الوطط اله من يسرع ال LH ريسيبتور ال FSH دكتور مهم ان يمسك في مم فيتسستيرون أو الستيرويد لكي يحافظ على الهي و الهي كونسنترشن هذا كان مهم جدا لاستكمال عميتي لسبرماتوجينيسيس دكتور كنت بقول لك يا دكتور الارتري داخل قال لك يكون ترماتورشوز فين اللي خارج الهي دكتور تستيرون بقى في ال فينس بلد بيرجع تاني للارتريا بلد الدم هو داخل الفينس هو خارج اهو الفينس هو فينس بلد هو خارج اهو شايل مع تستيرون يقوم رايح في الارتريا بلد ونازل المرة الاخرى يشتغل على التستيرون ثاني صعب كم دي يا ابني يبقى دا حاجة تسمى كونتر كورنت اكسي تشينج وذلك ربنا خلي الفين والارتريا بقريبين جدا من بعض عمين كونتر كونتر كورنت اكسي تشينجي سيستيم انهيبين يا معلية الدكتور انهيبين دا كان بيعمل ايه؟ بيينهيبت اف اس ايه طب الاكتفين بيستيميت اف اس ايه طب ما هو دول اف اس ايه؟ بيزارد الريسيبتور على الليدينج سيل و بيستيميتر سيرتولي سيل طب اسمع اضر هرمون غروس هرمون والبرولاكتن انهيبين مهمين على فكرة يا دكتور في الارتري ديفيجن خلاص من قسمات الاولية فقط بيقول لك ايه؟ ثيروكسين لما الثيروكسين يكون قليل اوه سكتة دكتورة ايو انتي الثيروكسين يكون قليل في كم حيالة عندنا حسب المرحلة العمرية لو راجل كبير وطفل صغير بيعمل هنا مرد ايه وهنا مرد ايه؟ الثيروكسين لو عيل صغير ولو راجل كبير الاول تبدأ بمين؟ الثيروكسين لو عيل صغير اوه بيعمل ايه؟ كريتينيزم فهو الراجل كبير؟ مكسيديما تسلامي ممتازة يبقى نقص السيروكسين سواء كريتينيزم او مكسيديما على فكرة احنا قلنا قبل كده ان السيروكسين دي مهم من اجل النمو الجنسي والعقلي والجسدي نقصام التي سري والتي فر هم سيروكسين بيينهبت السبرماتوجينيسيس ويعمل انفيرتيلت يعمل ايه؟ انفيرتيلت دكتور الاستيروجين بسمه هو اللي كان بيحفز الاكشن بتاع الفيسج فالليبتين ده هو الدكتور قالك ده على فكرة بيبدأ يدور ويظهر اوي في بداية البلوغ او دكتور ليه؟ الليبتين ده هو اللي بيحفز التستيسينات تبدأ تصنيع الحيومات المنوية الاول مرة اللي هو بيبدأ عميد تصنيع السبرماتوجينيسيسي الصعب يا ابني كلم ده؟ لا يا دكتور والله ما صعب طب ماذا؟ رقم ستة بتؤثر ميم درجات الحرارة ماذا احنا قلنا يا ابني؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق التستيس خلقها برا الجسم موجودة في كيس الصفن دولي سكروتم هي تستيس لما تخلقت خلقت في الابدونا الكافتي بعد كيها تدسند الى مين الى سكروتم طب ليه؟ هو درجة حرارة الجسم 37 اما تصنيع الحياة المنوية بيحتاج يحصل في كام؟ 35 34 و هكذا ولذلك ربنا عايز يدلدلها برا الجسم عشان تشتغل في درجة حرارة اقل شوية الاسبرماتو جينيساس بتحتاج optimal temperature الراونة 35 طب ده بيعمل لها ازاي؟ اقول لك السكروتم ساد ذات نفسه بيكون thin skin يعني اللي بيكون رفيع جدا معنا الدكتور او تصيد الابدونا الكافتي متتدلية برا الابدونا الكافتي وبالتبعية درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الابدونا الكافتي تمام؟ طب اقول لك ايه؟ هل هناك سبكوتين يصفات في السكروتم ساك؟ اقول لك لا وبالتبعية ما يعليش درجة الحرارة وتخلي الحرارة دكتور اهدا شوية thonic concentration of a of a dartus muscle يا دكتور contraction of dartus muscle ده اثناء ال cold بيخلي التستس تعمل ايه؟ elevation of the testis وبالتبعية دكتور محترم يخليها تروح عند الابدونا الكافتي حيثه الورم حيثه الدفء شوية عشان درجة حرارت الجو اعلى او ااسف اقل من 35 درجة حرارت الجو مثلا عشرة او خمسة انك تجد التستس يحصلها لفوق طب اقول لك ايه دكتور prolonging fever او الهود باث لفترات طويلة يا دكتور اعلى من 40 درجة والله لمدة 30 ديئة ومصف ساعة على فكرة ده بيعمل ايه دكتور قال لك ده بايفكت سيمينفرا سيبيول ويعمل الهيمشان لسيماتو جينيسيس وعلى فكرة اذا تقرر الامر ده بشكل مبالغ فيه ده ممكن يعمل دامج في الجيرمنا الاثيليام ويتدامج في سيمينفرا سيبيول ده بالنسبة للرجالة يعني ايه عن من الاخر كده ممنوع الراجل او الميل عمتا يقعد في بنيو في مياه سخنه في 40 أكثر من شوية كثير ومش رط ربعين يعني مثلا يطوري رضا حراع عالية شوية في بقى ممكن واحد بقى ايه عايز حد احفر عليها ما انفعش صح ماشي عام يوسف ماشي فانفعش يوسف انك وم بقى جايب الدوش بتاعك ومال البنيو يحيب قلب الغلع على تلاقي البخار طوله ويجبك شكل البخار في الحمام وتعود لي بقى ساعة ساعة وم نايم ساعة فعجب الوضع فكل يوم يعملها في الاخر يوم قال الدكتور يحصلوا دامش فيهم ويحصلوا انهبشا في الاسفيرمات طيب ايه كمان ممكن يؤثر على فكرة التمبريتشر بتؤثر على اسفيرمي كاونت دكتور على فكرة واجبنا ان اسفيرمي كاونت بتزيد في الوينتر اللي هو سيزن الافكتة عامة صعب كان دي يا ابني؟ طيب ايه كمان يا دكتور عايز تصنع حينوات مناوية كويس قال لك لازم تظبط اكلك كويس بلانس الضايت قال لك الفيتامين زي عامة زي فيتامين اي و بي و سي و اي والم والزينك عامة كل الحاجات دي مهمة جدا كعوامل حفازة او ككو انزيم دعم ايك الاسبرماتو جينيسيز هناك اضر فاكتورز او عوامل اخرى بتؤثر زي ميم التعرض للإكسي ريي او اليراديش انا اقولش هاي دكتور ده على فكرة ده بخارة بشكل الريفيرزابل ولذلك الفن بتاع الاشعة يا دكتور لازم يكون لبس لبس ايه واقب يحميه طبعا كم دهش موجود عندنا تروح تعمل عمرك روحت عملت اشعة في اي مركز لديت الفن اللي ده ايه؟ لا عايزين مركز واو هيجي واحد يقول لي يا له ايه ده عملت اشعة رجلي من سنة انا كده انا كده خلاص روحت في دهيا يا ابنة مرة عادي انا بتكلم واحد بيتعرض لها كل يوم زي الفن اللي موجود معاك فمقظي ومش لها بس ليه لبس وقوة يا حزينون وبالتبقية ده يا دكتور يا محترم ده ممكن يعمل الريفيرزابل دامج يعني دامج خلاص بقى بصوا ودعوا حرفيا وبالتبقية معنا دكتور السيمنورفا السيبيول بيحصل لها دامج الزو اللايدنج سيليا دكتور بثمينتين سيكيشون في السيسرون السيسرون موجود بس الجيل من ابسيليم او سبيرماتو جونيام بوزة طول ضربت فخلاص ما يقدرش يصنع على سبيرماتو زواء او سبيرمز او حيات ملوئية او مقص الاكسوجين على التستس او كيميكان توكسين راحت غصب عننا من البراتستس باريا راحت من الدم من التستس او بكتيريا قدرت تعديد ان تضرب التستس بيعمل سابرشا الليميم انه ممكن يخرتق و يبوز بعض الخلايا يمكن يخرتق و يعمل ايه و يبوز بعض الخلايا معالي الدكتور المحترم فيه مشكلة حتى الام لا يا دكتور مفيش مشكلة حتى الام طيب ركز بها معي السلام عليكم و مش هرد السلام عليكم و مش هرد سلام عليكم و مش هرد عايز ايه يا رينات ده والله الدارتس دارتس هو فاركوه 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 هيا يا 고 determine شخص الحراق أه و راح راح اشتركوا في القناة 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 خمسة الثلاثة اللي في النص اثنين وثلاثة وكام واربعة او اثنين وثلاثة واربعة بيطلع البلفيك نيرك ده بارسن بستك بيغز الفينس على فكرة بيغز الفينس بيعملي بقى اقول السادتك يا دكتور يا معترم بيطلع ناترك اكسايد صح استنى بس وبيزود السايكل يوجين بيه في بيزود الفازو ديليتيشن في الارتري وبيعمل فازو كونستريكشن في الفين ثاني فازو ديليتيشن في الارتري يا جوه الدم يدخل ما يطلعش فيتراكم البردة او الدم داخل ميم داخل الفينس فيؤدي الى حدوث الارتريكشن او الانتصاب طب اسمع طب يا دكتور بعد الانتصاب والجماع عمتا بتنتهي الى علاقة بحاجة تسمى ايجاكيوريشن طب مين المسؤول عن ايجاكيوريشن هو السيمبا ساتيك طب السيمبا ساتيك كان بيعمل انقباط في السيمينال فيزيكل وفي البروستات وبالتبعية يا دكتور يؤدي الى خروج السيمين او السائل المنوي اللذي يحتوي على السبيرم او الحيوانات المنوية بص كده معي لو سمح بسم الله السكندر سيكس اورجان وعندك بعد كده حاجة تسمى ايه الجراد السيمبا ساتيك قالك ده مسؤول عن ايه قالك والله يا دكتور بيسويب انتو الابديديمس باي بريجر كرييتيت باي كونتينو السيكريشن او تيوب دار في روود يا دكتور ايه بيحصل انت عندك السبيرم بتطلع بشكل مساورة وتصنع داخل مين السيمينفرس تيبيول طب الضغط الجوه السيمينفرس تيبيول بيحصل له ايه بيزداد بسبب تصليق السبيرم فبتترمي داخل مين ايه اللي بتدمس بعد كده تروح لل بدي عباره عن مسكولر دكتور اذا كده مسؤول عن الموتريتي صح قالك يا دكتور بسك معي ويسرو الانجوينا ويتدخل جوه الابدون من الكافيتي عشان بعد كده تقوم مفضيه ماخي المين بس كده تلحم مع مين من الدكتور جامل السيمينفزيكال طب ما هي الفلوكشان بتاعت البديديمس والفوز لفرنس يا دكتور او اللي سبتك مسؤولين ان السبيرم او الحالي المنوي باقوائر الموتيت والفيرترزيشان كبسة بتاعتهم فينا دكتور داخل هادي التيبيول او ايه طب مسؤول عن بسحب منه المية صح ميت فولد باي ابزوربشن وفي الفيروت يعني بزود الكنسنترشان ميت مرة ليبقى بسحب منهم المية الفوز دوفرنس دول يعتبر كاستور بيخاز نحوات المنوية لعديد من الايام معالي الدكتور المحترم وكذلك يقدر يغزيه بالشغر اللي هو الفرقته الصعب كم ده تبقول لك ايه تبقول ان العيان عمل في الميل قال لك والله معالي الدكتور المحترم لو انت جيت امتقافل او عملت عملية ربط في الفوز دوفرنس فاكن لما كنت بقول لك انتو مع المساواة ولا عدم المساواة بين الرجل والمرأة وانت يا يوسف مش اقا انتو عايزين مساواة بين الرجل والمرأة ولا مش عايزين مساواة والله عايزميتك بتقول لا انا اقول لك بس حاجة هو ليه يعني وسائل الحمل في الميل بس ما في وسائل للميل مش يا ابن الست بتعمل عملية ربط طب ان عملها للراجل انه نوت في دماغها بقى انها تعمله عملية ربط بس طب ان ده مش شقة عندنا يعني قال لك احنا ممكن مربط الدكتوري فالحيات المنوية هتتحبس فين تحت صح ومش صح وبالتبعيه هو كده يصبح ما يخلفش تاني صح طب ماشي بس يطلع سيمين عادي بس ما يرى حيات المنوية طيب جروب مش يخلف تاني فقعا جروب افل اكسيسوري طب احنا خلصنا الدكت نتكلم عن الجراند احنا عندنا الدكتورة او الجراند يسمى السيمين الفيزيكال دي مسؤولة عن 60% من السيمينال ايه في روض عمتان صح عندنا بير اوف الجراند يطلع الفراكتوز صح مش صح ده طبعا الفورة او الوقود اللي بيغزي السبيرم وكذلك يا دكتور المعطرم قلنا بعض الحاجات المهمة جدا جدا كان في كذا حاجة انا اختارت منهم الفيبرينوجين ده اللي بيعمل كلوت اوف السيمين وده اللي هتسئل عليها طب في حاجات كمان قال لك اه مين يا دكتور هقولك الاسكوربك اس اللي هو فيتامين مادة تسمى البروستا دول اللي تعرفهم طب البروستا بتطلع ده 30% طب مين اهم واحدة بتطلع السيمين الفيسكي بروستا طلع 30% ده هي غدة واحدة بس او سينجينجاندي موجودة عندنا قال لك والله بتسيروند الاجاكولات اللي ضقت عمتان وهي اللي بتطلع الالكالاين في لويد غني بالستريك اسد وغني يا معالي الدكتور المحترم بالفوسفوليبد وغني ببروتيوليتك انزيم وكاليسيوم وكوليستيرول صح مش صح واهم حاجة قلتها فايبرينو لايسين عشان يكسر القلتة اللي انت كونتها يا دكتور في الـ لتدسولف السيمينال قلت طيب ايه تاني عايز تقوله عند حاجة اسمه البي اس ايه انه هو بروستات اسميك انتجن قال لك ده مالو يعني كده قال لك والله ده يطلع في السيمين وفي البرود ستريم طب هو التأثير بتاع البروستات اسميك انتجن ده في السيمين ووضع ايه قال لك ده بحيد سيدرولايز السبيرم مترتي انهيبتور في انهيبتور ربنا خلقوا كده مع السيمين بيوقف حركة مين السبيرمي البي اس ايه ده يروح يوقف الانهيبتور فمين يتحرك السبيرمي براحته طب في الدم وظيفته امنين ولكن لما لانه موجود زيادة في الدم ده يعتبر دلالة بالنسبان انه في مشكلة موجودة فين في البروستات سواء في التأث في البروستات بروستايتس او سواء يا دكتور في ماليجننتي تيومر او بناين تيومر في البروستات بشكل عام صعب يد من الكلام ده في مشكلة حتى الان تكلام ده لما فيش مشكلة طب ماشي بقول لكي بقى فكين هرمون الاكسيتوسين قالك وجدنا ان نقص الاكسيتوسين عمتلا في الجسم بيؤثر جدا 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 على الوظيفة تحت البروستات يبا يا دكتور البروستات ده عشان تقدر ان هي تنقبض وتطلع الفريود او السائل بتاعها استيكريشن بتاعها ويقدر يحصلها من توفرها عشان مشاكل وايس بتحتاج الاكسيتوسين طب الكوبرجلان الكوبرجلان ده دكتور ده جزمي الغدد بتطلع يا دكتور بعض الفريود داخل اليوريثرا فبطلع حاجه اسمه ميوكس ما قبل الاكسيتوسين او القصف يمعر الدكتور طب الميوكس ده وظيفته ايه ان هو بيمشي في اليوريثرا ده قبل الاكسيتوسين ما حصلش قصف ما حصلش ايجاكوريشن طب بيعمل ايه الميوكس ده تقال لك والله هو البول او اليورين ده بيكون اسيدك صح؟ فانا بطلع الميوكس ده اول حاجه بنيترانيز الاسيدة بتاعت ميم الاسيدة الميوكس ولو فيها دكتور المحترم بيطهر مثلا مادر البول عشان يعد في من السيمين او السيا المانوية طب بعد كده تكلمنا كلمتين سليان على البيناس او القضيه بيقولنا ده كوبولاتري اورجان اللي هو بيقدر انه هو عضو انتصابي ده بيدليفر السيمين داخل البيناس ده بيتكون مجموعة من الكهوف يا معادي الدكتور المحترم طب بص كم عادي يا ابني ميكانيزم اوف ايريكشن ازاي بيحصل ايريكشن يا دكتور البيناس ده بيحتوي على ايريكتايل تيشو اللي هما الكوربس كافرنوزة صح او مش صح كهوف دول مالها تعتبر كافرنس ساينس او فيناس ساينس بتتميل يا معادي الدكتور المحترم بايه بالبرده والدم طب اللي يخلي البيناس يبدأ انه هو ينقبض انه في اجزاتاتوري سيجنال اما انها جاية من التفكير او من البرين عامة او معالي الدكتور جاية من الفيجن او السميل او الهيرينج او الاثنكينج او التطش على البيناس صح او مش صح طب يا دكتور اللي يحصل بقى كده او الخاص بيكتايل بعمل تقتايل استيميريشن أو لمس على مين على البيناس كونة تعتبر استيميريويا لبداية انتصاب البيناس طب السينتار اقولك والله السنتر دكتور هو سباينال سنتر اللي هو السنتر بتاعك السنتر بتاع المرشئ بالبكتنير اللي هو الس 2 و 3 و 4 فيقوم محفز البقرة سيمباساتيك يوم مطلع البلفيكس بلانكينيك نيرف صح يوم رايح مطلع اسطايل كونين والفي او اي بي وامايترك اوكسايد عامة فيقوم مزود تصنيع اسطايل كونينيك جيمي بي يعمل فازو دايريتيشن في الارتري وفازو كونستريكشن في الفير فيدخل الدم ويحتقن جوه منافسي يخرج فيحصل ايريكشن يمعالي الدكتور المحترم تمام؟ قالك عمدك دوا يسمى السيلدر نافيل او الفياجرا فاكيني السيلدر اللافياجرا دا دكتور كان يشتغل ازاي؟ تعلم انا فاهمك بقى دكتور بص دا فوسفو دايستيريز انهيبتور داي؟ فوسفو دايستيريز انهيبتور دكتور المحترم نعم بقولك ايه نعم الفوسفو دايستيريز انهيبتور دوت يا معالي الدكتور المحترم بصك معاين المفروض انه هو بيكسر الساكل جيمي دي فخلاص مايحصلش ايه؟ ايريكشن صح؟ ماشي ده كان دوا احنا اخدره بالضغط كان دوا احنا خرعناه مين؟ لمرضى الضغط جينا وزعنا على مرضى الضغط في الدوا خدي حاج الدوا بعد كده وجدنا ان الدوا دا له العديد من الاعراض الجانبية فقولنا انا خلاص احنا نسحب من العينين الدوا تاني هات يا حاج الدوا قالك قسم بالله ما انت واخده يا حاج هات الدوا الله يهديك والله يا دكتور لو حقه ماش هتاخده فالتعال اقول لنا حاج الدوا ده عجبك فيه قالك ده حلل العقد بالنسبة للرجال الكبر في السن ده بيعمل يا دكتور يعني اقول السادك بيمنع تكسير السيكريك جيمي بي فيفضل يعمل فازو ديرتيشن اسبسيفيك على البيانس فيزود الدم اللي تاخد جوا البيانس فيحسن من مشاكل الانتصاب ويعمل اريكشن بشكل كويس جدا وبالتابعيه ده احنا قلنا ده ممكن يعتبر تريتميند اف الامبوتنس بشكل عام يعني تمام؟ بانهيمة الفوسفو ديستريز ايضا في الريتنا وبالتابعيه بيعمل ترانزين تروس اف الابيتو اف ديسكامريشن بتوين البلو والجرين يعني ايه؟ يعني يا دكتور بعض الناس لما ياخد الفياجرا او سيلدنافيل يقولك يا دكتور انا ما اعرفش فرق ما بيني الالوان ويحس بزغلالة شوية في عنايه ده ممكن ده ان اعراضي الجانبية بتاعته خلاص؟ فبريسبونس بتاعه بيعمل فازو ديرتيشن في الارتري صح؟ ويزود البلو فيه فيحتقن السينس عمتا او الكهوف بالدم ولكن الفين ار كومبريسن وبالتابعيه بمنع البلو ان هو يطلع منها صح؟ فانت كده خليت ايه؟ السينسي أصبح ملينا بالبلو والبينص بقي ستيف ويصبح ايريكتل يا دكتور طب هذا الايريكشن دو اتقالك يمتهي الايريكشن بسبب العمل السيمباساتيك السيمباساتيك هو اللذي يؤدي الى الجاكوريشن السيمباساتيك بيعمل فازو كونسركشن وبالتابعيه يا دكتور ينهي الانتصاب بعمريجة الجاكوريشن او القصف بشكل عام هل هناك مشكلة حتى الان يبني؟ لا مفيش مشكلة. طب كيف هي حدوث الإجاكيوريشن؟ الإجاكيوريشن أو القصف معاني الدكتور ما هو إلا ريفليكس. إزاي يعني؟ قالك والله الهدف بتاعي ان انت يتحرك السيمن إنتو اليوريثرا ويطلع بره القضيب إلى داخل ألف ميل جريتال سيستم. السيماستيك لما بيشتغل. بيعمل كونتراكشن في الإسموس مصلة بتاعت الفاس ديفرانس والسيمنال فيزيكل صح؟ فيعمل بروبالشن أو في السيمن أو في اليوريثرا بإمدفاعي معاني الد دكتور المحترم. تمام؟ عن طريق بقى في دكتور عضلة بتعمل أرجازم. اسمها ايه؟ بالبو كافيرنوس. ايه؟ مصل. دي دكتور عبارة عن سكيت المصل. بتعمل كونتراكشن بتؤدي إلى اندفاع السيمن داخل ألف ميل جريتال تركتا. مثلا الريفليكس ده وتمعاني الدكتور بيحصلوا في البداية عن طريق توتش ريسيبتور. اللي هي الهد أو الراس بتاعت البيناس أو القضيب. صح؟ طب يسمع. بتوصل الإشرة بتاعت التوتش دي دكتور أو أثناء الجماعة مثلا إلى السبين الكور عم طريق بيودين دالنيرف. تمام؟ يقوم هو بعد كده بقى تعصب إفرنت سيمباساتك. بيؤدي إلى إيه؟ إيجاكروشن أو القصف عمتلا في نهاية الجماعة أو العلاقة الجنسية عمتلا بين الرجل والسيت. طب اسمع. الكنتراكشن اللي بقى منه سيمباساتك في الفاس ديفرانس. قالت ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي دكتور إلى خروج بعض من المواد. طب إيه اللي بيحصل يعني؟ أقول إيه سابتك سيبك لهم الكلام الغريب ده؟ ليه جمد جيت كاتينو الشانل بتفتح بسب زيادة مين الاتي بي. تمام؟ طب يا دكتور طب ليه يعني تفتح؟ قال لك والله شو تدخل بعض المواد الإنقباضية زي الكاريسيوم على سبيل المسال. فتعبت الكبوت أو كونتراكشن في السيمين الفيزيكل وفي الفاس ديفرانس بما يؤدي إلى إيجاكورشن أو السيمين من البيناس إلى الفيميل جنيتال تراك. طب كلمني كلمتين كده دكتور على السائل المانو أو السيمان. السيمين قالك ده عبارة عن ملك فليوود إيجاكورشن الطايم أو الأرجازم بالنسبة للراجل اللي هو زروة الشهوة الج الجنسية يا مقالي الدكتور المهترم. طب بيحتوي على إيه؟ على السيبروماتيوزوة. يحتوي على إيه؟ للحيوانات المنوية. وكذلك بعض السيمين الفيزيكل وبروستات وكوبر جلام. طب اسمع حجم السيمين قديه من 2 إلى 4 مليا معالي دكتور بيحتوي على فراكتوس صح؟ هذا مش صح؟ يحتوي على فراكتوس صح؟ فوليوم عند فراكتوس كونتنتي بالدكريزي الفيرتلتي. يعني يهي الكلام ده يا دكتور؟ قال لك والله الحجم بتاقه لو قال او الفراكتوس قال. قال لك يبه هو كده ما اعرفش خاصة بكويس. طيب ليه؟ لان مصدر الطاقة بتاعه قال او الحجم بتاعه قليل مش طبيعي. طب الكلر بتاعه ويت ان دي؟ ابريسنت اللي هو يعني كلمة ابريسنت دي؟ لا مش شفاف. اه 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 هي الكلمة انتوا بتاعه. المهم اسمع السيفي الجلافة بتاعه 1028 ما نشدعه بيها. بقول لك ايه؟ لو زادت الفيسكوست بتاعته بتاع السيمين ده حاجة حلوة لو وحشة حاجة وحشة لانها كده بتقلل الموتيرتي بتاعت الاسبرم فتقلل الفيرتلتي طب البيتش بتاعه 7 و3 ٦ و5 يتعاربا زي بتاعت مين زي بتاعت الجسم طب عدد الحيوات المنوية. كل مل انت تطلع كم مل من السيمين اربعة مل أربعة مل اربعة مل ص Obis? كل مل من أربعة مل يحتوي على ميت مليون سبرم نعم كل مل من أربعة مل يحتوي على ميت ميلون سبرم يعني ربعمائة ملون سبرم في المرة الوحة. اسنتنا بس 600 مليون سبرم عشان اجيب منهم حيوان منع واحد بس. انت متخيل معيه عشان يجي منهم قديه يعني شوف انت خيل بقى انت ربنا بيخلي جسمك يختار افضل حيوان منوي من 400 مليون حيوان منوي ماشي طب اقولك ايه في حاجة تسمى اوليجو سبيرميا يعني اوليجو معناها قليل يعني نقصان السبيرمي كونتو صح بقولك ايه معنات اخرين ان انجابوا وكلام مندوته قالك ايه الممكن انت дороже ما يكشف عند ذكوره اقول لي تحليل سائل منوي او سيمين اقلال نسيس اول حاجه ادفع لها عادة الحيوان المنوي يقدر انت رجل انبه عندما يكون عقيم صحب الكلام ده طب ايه اسمه اسبرماتو زوى يعني ايه كلام ده مفيش اصلا السبيرمي موجود ادفع لحاجة تحليل السيمين اتفع لان ازال سيما انبه انبه افضل حيوان منوي طيب اسمع طيب ليه يا دكتور قد يقولني الخلالي السبيرمات يقولني منفسها اضربت بسبب ده ادوالي وميه على الخصواتين لفترة طويلة بسبب توكسن ضربها بسبب ايا كان السببها بالنسبالك في حاجة صعبة في الكلام ده حتى الامن طيب يا دكتور نعم السبيرم كونت عدد السبيرم نفسه قد ايه بصك معي دكتور افتر ست ساعات يا معالي الدكتور المحترم بقولي ساتك ستين في المائة من التوتر سبيرم اكتيف لي موطايل وانشور الايه الفرتلية معالي الدكتور دفهم داخل الفيم الجينتال تراكت تمام يبقى هو بيبدأ يتحرك بس هو سرعته قدهي يعني ثلاثة ميلي في الدهيئة خلفي ايه ثلاثة ميلي حاجة مفهم ما راييه بل ايه ثلاثة ميلي ايه في الدهيئة الواحد دكتور نعم ده هو السنوات ده عشان يوصل من الفجاينة ويعدي عنق الرحم بيقى حوالي ستين ديئة ساع ساع تواخد بلك طب اسمع طب ده بيعتمد عليه على السبيرم كواليتي السبيرم ده حلو ولا في مشاكل فمثلا لو انت عندك نارج نومبر اف اب نورمال فوم الاسبيرم يعني السبيرم مثلا برصين ده حركته مش حلو بطيئة او السبيرم ليه دلين او تو تيل ده برضو مش حلو او كويلد التيل بتاعه ملتوي كده ده مش حلو او الديل بتاعه قصير كل ده يعتبر ابنورمال فوم الاسبيرم وده بيطلع بكميات ابنورمال كميات طبيعية عادي فهم قصدي طب اسمعوا كلما يا سيدة يا دكتور عدد السبيرم الابنورمال ده كل ده مكان الانسان او الراجل اكسر عرضة اليه الانفيرتيريتي او العقم يا دكتور وساكتفي بهذا القبر بكرا ان شاء المولى عز وجل هتاخد التستستيرون مع الفيميل يلا اعلم بس خلا